السلام عليكم اهلا بحضراتكم في لقاء جديد النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع الانس اكس تي او الانس اكس بواجه عام وهو الموضوع اللي عليه طلب كتير جدا يعني حتى في سوء العمل اصبع عليه طلب كبير جدا علشان كده ان شاء الله الفترة الجيه هنركز عليه في مجموعة من الفيديوهات يعني ده هتكون البداية وان شاء الله ربنا يسر وما تكونش النهاية وان شاء الله يبقى فيه لقاءة كتير في موضوع الانس اكس طيب فكرة الانس اكس بكل بساطة ان هو ده كان تطور مقولة كده بتقالب زمان ان حاليا السوفتوير هو اللي بياكل كل شيء يعني ايه بكل بساطة لو تتذكروا حضراتكم في بداية عالم الفيرشولايزيزيشن ولما فيموير بدأت تدخل السوق والتحدي الكبير اللي كان موجود زمان ان احنا هنحول الفيزيكال سيرفر لفيرشوال ماشين وكان شيء يعني كان صعب الاستعاب جدا في الوقت ده احنا بنتكلم الكلام ده من حوالي مثلا عشرين سنة بالزبط يعني في بداية فكان الموضوع ان احنا عايزين بدل ما يكون عندنا فيزيكال سيرفر لا هيبقى عندي فبالتالي السوفتوير قام بدور الهاردوير كان بيبقى موجود عندي مع نجاح فكرة الموضوع ده في عالم الفيرشولايزيزيشن واللي بدأ في فكرة السيرفر فيرشولايزيزيشن اه وناجح كبير جدا في موضوع بالهايبارفايزور والاسكساي وحتى فيندور كتير بدأ يدخلوا الموضوع فبدايت الفيندور يتاجهم ان احنا ليه ما نبدلش كل شيء عندنا بيعتمد على الهاردوير ان هو يعتمد يكون عبارة عن سوفتوير طيب بعد نجاح فكرة السيرفر فيرشولايزيشن ظهر بعده فكرة الديسكتوب فيرشولايزيشن وده اللي احنا بنعتمد على ان يعتبر الديسكتوب الخاصة بالاند يوزر اللي هو اليوزر الموظف اللي عندي بدل ما هي موجودة يعني الداتا بتاعته موجودة على اللوكال هارد ديسك اللي قدامه سواء لابتوب او بيسي لا ده الموضوع ده كله بقى موجود فين موجود في فيرشول ماشين موجودة داخل الداتا سنتر ومع نجاح الموضوع ده بدأ يظهر موضوع نتورك فيرشولايزيشن والستوريج فيرشولايزيشن والستوريج طبعا اللي هو موضوع الفيسان او الاتشي سي اي بواجه عامل من اكتر من فيندور طبعا الديسكتوب فيرشولايزيشن اللي بيقوم بيه اللي هو الهورايزون ووركس بيس وان حاليا طبعا وبعد كده ظهر موضوع نتورك فيرشولايزيشن يا كده يكون في موضوع نتورك فيرشولايزيشن اللي هو هيوصلنا لفكرة الانسكس ده كان برضو اصبح فيه تحدي كبير جدا يعني تخيل طول عمرنا متعودين ان احنا النتورك عندنا او الدفايزيز الخاصة بالنتورك فيه راوتر حاجة بيسي كان قدامك فيه سويتش فيه فايروول كل الحاجات ديت هاردوير يعني حتى كل محاولات السوفتوير اللي كانت بتتعمل زمان كانت فشلة بشكل كبير فتخيل دلوقتي احنا بنقول ان احنا بدل ما يكون عندك كمي الكبير من عدد الراوترز اللي موجودة كمي الكبير من السويتشات اللي موجودة كمي الكبير من الفايروول من اللوت بالانسر من كل الهاردوير اللي عندك ده لان احنا نستغنى عن جزء كبير جدا من كل الهاردوير اللي بيقوم بوظائف النتورك دي ده اللي وصلنا لفكرة النيتورك فيرشوليزيشن ان اصبحت النيتورك دلوقتي بدل ما هي عبارة عن هاردوير لا فيه سوفتوير هيقوم بدل الموضوع ده اللي هو اصلا كمصطلع عام بنقول عليه الـ SDN او الـ Software Defied Network طيب قبل ما ندخل في التفاصيل بتاعتنا والـ NSX هل بواجه عام احنا هنقدر نستغنى عن كل الهاردوير او كل الهاردوير اللي موجودة عندنا يعني هنقدر نستغنى عن كل الروترز اللي موجودة هنستغنى عن كل السويتشيز هو لك لا احنا نستغنى عن جزء كبير جدا منهم لكن استحالنا ان احنا نستغنى عنهم مية في المية طيب لان ده بس ايه فيه يعني تصور خاطئ عند البعض ان احنا نستغنى عن كل الـ Network devices الموجودة لا احنا هنستغنى عن جزء كبير جدا منهم لكن ليس مية في المية طيب فده كده كان توضيح بس الفكرة ان السوفتوير دلوقتي بدأ يقوم بوظائف الهاردوير في كل شيء والموضوع التبقى الخاص لغاية ما وصلنا لفكرة الـ Network virtualization او كمصطلح عام اللي بنقول عليه الـ SDN طيب بالنسبة بقى لفكرة الـ Network virtualization بالنسبة لنا من وجهة نظر وفييم ويرو وفييم ويرو بالطبع هي الشركة الرائدة في موضوع الـ Network virtualization او الـ SDN زي ما هنشوف كمان شوية في التطور كراحية في الموضوع الـ NSX بواجه عام ايه الـ Feature اللي يقدر يقدر يقدمها لنا؟ دي كل الـ Feature اللي يقدر يقدمها لنا بل في حاجات كمان اضافية عن كده يعني ده الـ Feature الاساسية يعني بواجه عام يقدر يعمل ايه؟ يقدر يشتغل كراوتر يقدر يعملك الـ Routing يقدر يشتغل Load Balancer يقدر يعمل Net Firewall VBN DHCP Gateway كراوتر برضو في عندنا نعمل الـ Router وهنشرحهم بالتفصيل وعندنا برضو نعمل Firewall وهنشرحهم بالتفصيل والتفاصيل وفي اخر إصدارين كمان للـ NSX الموضوع تطور وبقى فيه نقدر كـ Routing وكـ Firewall لغاية Layer 7 وده كان تطور كبير حصل جدا في الـ Service ونقدر نعمل Integration مع Service تانية زي ما هنحكي بعد كده وآخرا في حاجة اسمها الـ NSX Federation Service دي لو عندك اكتر من سايت هتروبوتهم كلهم مع بعض عن طريق الـ NSX وده هنشرحها بالتفصيل فهنلاحظ هنا ان الـ NSX بواجه عام هو يقدر يعمل لك تقريبا نقدر كل وظايف الـ Physical Network اللي هي كانت موجودة زمانا آآ يعني اشهرهم واللي بنستعملهم يعني دلوقتي يعتبر solution واحد من فندور واحد يقدر يعمل لك راوتنج وسويتشنج فايروول لوت بلانسر نات ديكس بي في بي ان آآ وكل الفيتشار دي يعني في الوضع الطبيعي انت ممكن تعتمد كراوتنج وسويتشنج من مثلا هنستعمل مثلا سيسكو مثلا او هواو في الجزء ده طيب اللوت بلانسر آآ لأ هنجيب مثلا حاجة زي F5 طيب في الفايروول لأ ممكن عندك فندور كتير بقى باولو آلتو فورتيجيت غيرها فهتلاقي ان انت التفاصيل دي كلها لا احنا جمعنا هالك في solution واحد بل الجميل ان كل solution دي هي لا admin واحد يعني انا مش محتاج يبقى عندي مثلا شخص بسك الروتنج وسويتشنج وادمن تاني بسك الجزء مثلا بتاع الفايروول لا ده التفاصيل دي زي ما هنشوفها النهاردة هنحاول ان شاء الله خاصة وقت كده نعمل ديمو سريع هتلاقي ان التفاصيل دي كلها هي interface واحد تقدر تتعامل فيه بكل بساطة يعني دي من المميزات اصلا بتاع ال NSX ان هو سهل الاستعمال تقدر نقدر نقول بعدد بسيط جدا من ال administrator يقدرهم يعملهم management الكل التفاصيل دي يعني مثلا كمثال من التحديات الكبيرة اللي كانت بتقابلنا زمان احنا دلوقتي كال team بتاع السيستم مثلا فيه مورش غلاف الاساس فيه مثلا مجموعة من ال version machine هتتكاريت طيب ايه اللي كان بيحصل او بنطلب من team بتاع نترك يا جماعة هل دي هتبقى شغالة على VLAN موجودة ولا هنعمل لها VLAN جديدة فبنبدأ نستنى اه الرد بتاع team بتاع نترك طيب بعد ما يردوا علينا سواء كاريتنا لها VLAN جديدة او استعملنا VLAN وريدي موجودة واخدنا منهم ال IPHات نروح لل team بتاع الفيرولة جماعة هفتحوا لل version machine دي او ال IP ده البرتات كزا وكزا وكزا ده خيال انت الجزء تكون اللي انت تقدر تعمله بنفسك وهنشوف ان الكلام ده الconfiguration بتاعها مش هتاخد وقت اكتر من الوقت اللي انا اتكلمت فيه في خلال النص دي ادي سواء هتكاريت نتورك جديدة يعني ما يقابل اللي بنوع على سيجمن هتكاريت فيرول الموضوع كله بسيط جدا 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 مش محتاج ان انت محتاجين لسه نرفع request اللي بتاني بتاع نتورك وريكوست تاني اللي بتاني بتاع الفيرول والشخص اللي طلب متعطل كتير بسبب ايه بسبب حاجات مش متعلقة بين احنا كالتيم اللي هو الخاص بالسيستم طيب طبعا احنا هنشوف بعض دي هي اشهرها طبعا والاساسي في اي مكان بيستعملوا الجوز اللي هو الراوتنج وسويتشنج والفيرول بعدها احيانا بنستعمل حسب الاحتياج يعني لكن الاشهرها في اي ده تصدق موجود جوز البولتنج لاني اقا مفيد جدا 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 ويتقوي بصراحة في جزء الاني سيكس طيب في نقطة باقة مهمة جدا وعشان نوضحها للناس احيانا هنقول احنا عندنا فيه اني سيكس في واني سيكس تي الف هرق بينهم بكل بساطة اجمالا اللي اتنين هم هم بيوصلون للنفس الهدف لكن فيموير لما بدأت تنزل في الماركت الاني سيكس كسيليوشن وبواجع عام زي ما نشوف سلايدز بعد كده دي كانت شركة اسماني سيرا وفيموير عملت لها اكويزيشن وغيرت الاسم بتاعها وكده فاول ما فيموير نزلت الاني سيكس كسيليوشن كان اسمه اني سيكس في او اني سيكس فور في سفير ومن حوالي مثلا اربع سنين نزلوا من الاني سيكس تي ايه الفرق بينهم بكل بساطة الاني سيكس في ده شغال او بيشتغل فقط مع الفي سفير كهايبر ويزر لغاية الاني سيكس في الماركت لغاية نقدر نقول الشهر قبل اللي فات لان الاني سيكس في اصبح او تقف سابورت من حوالي شهر اه ترى ما كان في شهر واحد اللي فات اني سيكس تي هو دلوقتي اللي شغالي الاني سيكس تي طبعا بالاضافة انه بيدينا فتشر اضافية لكن الاختلاف الجواري بينه نوي سابورت اي هايبر فيزر سواء في سفير سواء كي في ام سواء او من سورس بي سابورت هايبر فيزر الى الامانة وحالان يكاد يكون خمسة وتسيكس في مياه استخدامه مع الفي سفير لكن هو بيسابورت اه كتير من بتلاقي في الدوكومنتيشن بتاعه شرح برضو للعملية دي فزي ما هو موضح قدامنا الاني سيكس في ده كان للفي سفير بس اليوسكيس بتاعته اه ليميتد هو في الاساس بيعمل لك كل المميزات اللي احنا قلنا على دي لكن فيموير لما بدأت تنزل الاني سيكس تي بدأت تركز ان الفيتشر جديد هتنزل في الاني سيكس تي بس فاخر بعض الفيتشر كانت اه وجودة في الاني سيكس تي فقط اه حتى حاليا اصبح في اه بعض الاسدارات من اني سيكس تي بيسابورت ان يكون بعض الفيرش والماشين بتاعتك على اي بابل كلاود موجود نقدر برضو نمانج الفيرش والماشين سواء هي في الامبريميز داتا سنتر او على بابل كلاود طيب فده الاختلاف اللي موجود حاليا الشغل كله على اني سيكس تي يعني اعتبر نقدر نقول من سنتين كل اللي بتحصل هي موجودة على اه الاني سيكس تي تمام لان خلاص الاني سيكس تي حتى لسه الكاستمر اللي عندهم اني سيكس تي حتى لان كلهم بيعملهم مايجريشن لاني سيكس تي حتى فيموير في الاني سيكس تي منزلها تول كده ان انت تقدر تماميجريت ما بين الاني سيكس او تقدر تحاول يعني بمعنى اوضاك ما بين الاني سيكس بي للاني سيكس تي وفي اكتر من سوليوشن حتى يساعدك في عملية المايجريشن لكن حاليا اللي بيبدأ طريقه في عالم الاني سيكس على طول يشتغل على الاني سيكس تي لانه هو اللي شغال على طول طبعا هو نفس الكنسيبت الاني سيكس في والاني سيكس تي لكن الانترفيس والمسامات كل شيء مختلف مية في المية فبالتالي على طول يعني احنا نقدر نقول من سنتين احنا بننصح كل لو هتذكر الاني سيكس لسه الاول مرة ادخل على الاني سيكس تي على طول لان زي ما قلنا انترفيس مختلف خالص المسامات بتاعت الكمبوننت والفيتشر حتى لو هيديك نفس الفيتشر لكن المسامات مختلفة فهيبقى تضيع وقت لكن اجمالا حاليا الاني سيكس بي خلاص معادش ليه وجود طيب هنا كده يعتبر كراسمة دي بتورينا التطور اللي حصل في الاني سيكس اللي في اموير سمتها او او لما عملت الاخوزيشن ضافت الشركة كلها كبرودكت عند في اموير اللي هو الاني سيكس بدأت في اموير بعد كده تتطور بقى في السلوشن بقى في المايكرو سيمنتشن للفايرول عملت اكوزيشن تاني الشركة تانية اسمها اركم وغيرته وبقى اسمه في ريلايز نتورك انساء ده يعمل لك منوترنج على مستوى النتورك يعني في اموير كان عندها مثلا وما زال يعني عندها الفيرولايز وبريشن مانجر ده بيعمل منوترنج على مستوى الفيرشن ماشين على مستوى الاسيكس اي وعلى مستوى يعتبر الاسددسي الخاص بينا لكن ما كانش يقدر خالص يعمل منوترنج على مستوى النتورك بقى للسلوشن ده تقدر تعمل له انتجريشن مع الفايرول مع سويتشات وراوترز من سيسكو من جينيبر من باولو قالتو من حاجات كتير جدا بلوت بلانسر بتقدر تعمل لهم منوترنج فالبرتفوليو بتاع فيموير في الجزء بتاع النتورك كبير ما عادش فقط جزء الانسيكس مع ان الانسيكس نقدر نقول هو تسعين في المقية هو الاساس بتاعت كل السلوشن دي لكن فيموير بدأت يكبر مع الوقت بدأ يعمل مع الانتجريشن مع الانتجريشن اللي هو المانجمينت سلوشن او الانتجريشن الخاصة في فيموير نعمل انتجريشن بعد كده مع الانسيكس تي اصبح نقدر نعملو انتجريشن مع مالت هايبرفايزور زي ما قلنا الفي سفير وكي في ام وغيره من الهايبرفايزور نقدر نعمل مع المالت كلاود يعني ممكن يكون بعض الفيرشن موجودة عندك على جوجل كلاود او على امازون او على اجور وتقدر تمنج اكي انها في الانتجريشن خاصة بالانسيكس الكلود فيها وبعد الموضوع يعمل مع الانتجريشن وبعد كده دخلنا كمان في الاسدوان والبرتفوليو كبر جدا علشان كده اصبح عندها اه سليوش او مسمى جديد بالنسبة للنتورك فيرشواليزيشن او الانسيكس بقى فيه حاجة اكبر منها اللي هي بنقول عليها اا الفي سي اين او الفيرشوال كلاود نتورك يعني ده يعتبر المصطلح اللي احيانا لو سمعتوه في سيشن كده ماركتنج او حاجة ده بقى اللي بنوصل ان احنا كسليوشن عام يجمع اولي السليوشن دي مع بعض طبعا مش اجبار اللي بتتاخدها كلها مع بعض لكن حسب الاحتياج طبعا لكن هنا بس انا كنت اقصد من السلايد دي ان هي ده التطور والتركيز الكبير جدا اللي فيم وير ركزت فيه في موضوع الانسيكس يعني واعتبر بنانجح الصفقات اللي فيم وير عملتها في يعني في صفقات الاستحواز اللي عملتها في تاريخها كان هو الانسيكس وطبعا بعد الانسيكس يعتبر يكاد يكون مع انه كان اجب يعني كان فيه قصة كبيرة في عملية الاستحواز بتاعتها ان الموضوع كان فيه تحدي كبير ووصل للموضوع يعني يقال ان هو صفقة الاستحواز ده بحوالي مليار وربعمائة مليون اكاد يكون فيم وير بعدها في خلال سنة او سنتين كانت ارجعوا المبلغ ده تاني كسبوه تاني ليه فيم وير مركزة جدا فيه في الماركت وبتتوسع فيه جدا وعمليا حتى الكمباتاتور التانيين بدون ذكر اسماء اه للامانة مفيش وجه مقارن خالص يعني اعتبر الفارق ما بين انسيكس اي اه كومباتاتور تاني لايه فيندور تاني ما احترامنا طبعا للجميع اكاد يكون كده زي ما بتكون اه بتفرق ما بين عربية كده مثلا ايه فراري وعربية مثلا نقول ايه اه 128 في مصر عمدان فيه فارق كبير جدا اه كل السلوشن التانيين كل الاسدين التانيين هيبدو فيتشر كتير جدا ممكن على الورق يبقى فيتشر كمان اعلى من الانسيكس لكن في الواقع العملي مأساة وده من يوسكيس حقيقية انا بشوفها بشكل يومي لا الانسيكس في عالم تاني خالص اعلى من اي فيندور تاني اه موجود طيب طبعا ده التطور في الانسيكس اللي اتعامل ان هو مع الوقت زي ما قلنا ان هو بدل ما كان موجود بس الفي سفير والأم بريمز لا بقى شغال دلوقت في البابليك كلاود بقى شغال كمان في الجزء بتاع التليكم والاي او تي موجود والبابليك كلاود هايبرد الموضوع بقى شغال في كل الليفل اللي موجودة عندك عشان كده ده اللي وصلنا الموضوع دلوقتي ان معدناش بنقول نتورك فيرشواليزيشن ولا انسيكس بنقول اه بي سي ان اللي هو يعتبر التطور الكبير عندك سواء عندك فيرشوال ماشين عندك كونتينور عندك برميتل عندك اوبن سورس موجود على فيزيكال سيرفر دايرك الانسيكس يقدر يمانيج الموضوع دا كله طيب خلونا بقى ندخل في الانسيكس في حد ذاته لانه وده المهم بالنسبة لنا الرسمة دي مهمة جدا لو قدرنا نفهمها كده مع بعض يبقى انت كده هنوصل للفيتشر الرئيسية في الانسيكس يكاد يكون في اي دات سنتر الانسيكس الفيتشر الرئيسية اللي يعتبر اي حد بيستعملها اللي هو الجزء الخاص بالراوتنج والسويتشنج والفايروول هما الاساسيين جدا الرسمة دي اتوضح لنا فكرة الراوتنج والسويتشنج والفايروول كمان طيب نحو دا كده من تحت الفوق علشان نفهم ايه الاركتشر الخاصة بالانسيكس ايه الفكرة بقى عندنا اول قاعدة لازم تعرفها في الانسيكس الانسيكس يعني بيعملك نعين من الراوتنج ونعين من الفايروول اجمالا كل الفيتشر بتاعة الانسيكس وكل اللي هتعملها مفيش اي هارفير بنحتاجه خالص الموضوع بالنسبة لنا سوفت وير مية في المية عبارة عن بعض اللي بتكاريتها وفي بعضها اساسية في بعضها حسب الاحتياج العدد بتاعهم حسب اللي احتياج وده بيختلف من التانية طيب اجنالا يعني قبل ما ندخل هنا ونشرح الفيتشر دي الانسيكس بيقوم على حاجة اسمها انسيكس مانيجر انسيكس مانيجر ده هو ده يعتبر الانسيكس مانيجر انترفيس واللي بتقدر تكون فيجر باي فيتشر انت محتاجها راوتنج سويتشنج فايروول في بي ان اه نات دي اتس بي لود بالانسر في دريشان سيرفيس كل ده بتقدر تعمله من خلال ايه من خلال الانسيكس مانيجر ده المانيجمنت انترفيس ده طبعا في الانسيكس تي في الانسيكس في كان في الانسيكس مانيجر لكن كنت بتعمل انتجريشان مع الفي سنتر فبالتالي كان بيظهر لكتابة كده في المنيو بتاعت الفي سنتر اللي هي اسماني توركينج ان سيكورتي لكن طبعا لان الانسيكس تي ممكن تستخدمه في حالة وجود في سنتر او يعني في سفير بواجه عام او اي هايبرفيزور تاني فبالتالي ما كانش منطق ان هو المانيجمنت انترفيس بتاعه يعتمد على الفي سنتر فبالتالي حاليا في الانسيكس تي المانيجمنت انترفيس منفصل لواحده خالص اللي هو من خلال الانسيكس مانيجر طبعا يعني بما انا احنا قلنا النقطة دي من الفيتشر بردل في الانسيكس تي ودي كانت حاجة يعتبر من النقطة الممتازة جدا في الانسيكس تي مقارنة بالانسيكس في زي ما قلنا ان العلاقة كانت ما بين الانسيكس في او الانسيكس مانيجر بمعنى قواء الفي سنتر وانتوان يعني ايه يعني انا عندي دولاتي في سنتر فبالتالي لازم اعملو دوبليي لالانسيكس مانيجر دا طيب في الانسيكس تي انا ينفع يكون عندي اكتر من في سنتر واعمل لهم ايد لنفس الانسيكس مانيججر يعني wannaordu عليه الى الانيس كجسи مانيجر الواحد او ناءو الانيس كس هي يعني في الايῖ سكس تي تكدر تقوم game في في المحلقة لغاية محلقة لغاية 15 م practical 제يو الانيس كس تي. GrandANT 8 مجموعة او اني ذا كان شيء جدا. اكتر من اكتر من اكتر من ممكن يبقى الموضوع ما فيش اي مشكلة ودي اضبر برضو من الظريفة جدا اللي موجودة في فالمهم علشان تبدأ تعمل بقى اي او تستخدم كل بتاعة انت لازم يكون عندك نسيكس منجر نسيكس منجر ده لا هو الا عبارة عن يعني ده كده نسيكس منجر نسيكس منجر ده عبارة عن بتعملها دبلوي في الفي سنتر عادي عادي خالص بتعمله دبلوي زي ابلاينس اي ابلاينس الصيز بتاعه الكلام ده بيكون حسب حجم الانفيرومينت عندك بالنسبة للماترو بروسسور وبعد كده انت بتدخل على الانسيكس منجر اه بترجسطر في الفي سنتر اللي موجود عندك وتبدأ بقى نعمل حاجة اسمه للسيكس اي يعني نفهم الحاجة اسمه في سنتر بينزل على بعض الملفات اسمه فيب فبالتالي نقدر نمانج الفي امز اللي موجود على الاسيكس اي سواء بقى شغل ده كل يبقى شغال معنا من خلال بقى الانسيكس منجر ده هنستعمل كل بتاعك اشهر حاجة زي ما احنا قلنا ابطل من مرة اللي هو جزء له بتاع الراوتينج طيب الفكرة بقى عندنا ايه بكل بساطة احنا دلوقتي في خلال الانسيكس في حاجة عندنا اسمه دي حاجة اساسية انت بتعمل السيجمانت دي اللي هي توازي في الفيزيكال او في الترادشنال نيتورك يعني انت اصلا بواجع اي داتا سنتر في الدنيا هيكون فيها اكتر من صابنت مختلف اللي احنا كنا بنقول او بنعتمد على كونسبت الفي لان علشان نشتغل ايه في في الانسيكس مفيش حاجة عندنا اسمه فيلان الكونسبت ده منتهي خالص وده وده بواجعا في اي اسد انسيكس فيش حاجة اسمه فيلان خالص في الانسيكس في كنا بنقول عليها او البروتوكول اللي بنستعمله كان هو الانسيكس لان ده غلبية الانسيكس تي لا الموضوع التطور شوية وبيننا بنستعمل البروتوكول تاني اللي هو الجينيذ او كسيرفيس عندنا او كفيتشور عندنا بنقول عليها السيجمانت دي بواجعة هي اللي بتوازي الفي لان في الفيزيكال نيتورك طيب فبالتالي احنا ممكن يكون عندنا في النتورك وبالتالي يعني كمثال هيكون عندك اكتر من سيجمانت مثلا سيجمانت امبليكيشن ويب داتا بيز تست زي ما تحب في بعض الفيرشوال ماشين بتكون نكت على السيجمانت دي السيجمانت دي في الاساس احنا بكاريتها من الانسيكس وهي بتروع على الفي سنتر على طول بتكاريت بورتو جروب على الفيرشوال سويتش الموجود على الفي سنتر طيب فهنا اول حاجة هنلاحصها ان بوجود الانسيكس احنا مش محتاجين نكاريت او نعتمد على الفيزيكال نتورك ان هما يكاريتو لنا في الانسيكس احنا بنحتاج جزء الفي لان ده في جزء بسيط جدا لكن مش هتكون الفيرشوال ماشين اللي هي بتاعت البروداكشن يعني دي بيبقى لي احتياج تاني فارس فاجمالا عن كاريت السيجمانت عندنا زي ما تحب بقى سيجمانت اتنين تلاتة من المميزات بتاعت الانسيكس ان هو تقدر تكاريت معترابا حوال ستاشر مليون وده رقم كبير جدا بالنسبة لأي داتا سنتر يعني في داتا سنتر بزد كان في الحاجات اللي بتاعت التليكم او السيلفز بروفايدر كلاود بروفايدر الحاجات دي كان بيحصل لهم مشكلة ان مع الوقت بيبقى فيه لو مستعملين الفي لان لان بيبقى فيه بالنسبة لماكسيمان متاع الفي لان كان بيبقى فيه مشكلة فيه عدد الفي لان اللي هتتكاريتو لكن في الاسدين سلوشن بوج عام سوى بتستعمل VXLane سوى بتستعمل Overlay الجنيف هو تقدر تكاريت عدد سيجمانت او عدد سابنيت كبير طيب فانا مثلا كاريتنا سيجمانت للابليكيشن واحدة تانية لويب واحدة تانية للداتا بيز وفيه بعض الفيرشون ماشين بتكون نكت عليها ده احنا اللي بنعمله 100% طيب كونسبت نتورك الفي خالص في النتورك ان احنا محتاجين يكون عندنا راوتر ده بالزبط ده الراوتر اللي عندنا لان احنا قولنا الانسكس بيعمل عندنا راوتر الراوتر ده احنا زي ما قولنا احنا عندنا نعين من الراوتر في الانسكس اول واحد فيهم اللي واسمه التير 1 او بنختصره نقول عليه تي 1 ايه فكرة التي 1 بكل بساطة ده راوتر هو معمول علشان يمانيج الانترنال ترافيك او بنقول عليه الاست وست راوتنج يعني للناس اللي هي درسة نتورك شوية هتلاقي عارفين ان في عندك حاجة في الراوتنج حاجة اسمها الاست وست والنور ساوس الاست وست بكل بساطة ده لايه الانترنال ترافيك بيحصل اللي هو ايه ما بين الفيرشون ماشين بينها وبين بعض في السيناريو بتاعنا ده بس الفكرة ان الفيرشون ماشين دي كلها هي عبارة عن سيجمان ويبقى ده الجيتوي بتاعنا طب اللي هو يعتبر ايه اللي بينه عليه التي 1 طب ومال الراوتر التاني عندنا اه اللي بيبقى اسمه تي 0 او التير 0 التير 0 ده الفكرة بتاعته بكل بساطة هو ده اللي بيربط بقى وده اهم راوتر عندنا ده الراوتر اللي بيربط الفيزيكال انفيرومنت بالفيرشون انفيرومنت بمعنى لو انا دلوقتي عندي من الجهاز الشخصي بتاعي كده انا عايز ادخل دلوقتي مثلا كمثال ارمودس كتوب على الفيرشون ماشين اللي بتكونكت على السيجمانت دي الترافيك يبقى ماشي ازاي الترافيك هنا يعتبر الجهاز بتاع ده ده بتكونكت على جميل والفيرشون ماشين اللي بتكونكت دي لا ده بتكونكت على يعني بتكونكت على يعني بتكونكت على طب هل تقدر تكونكت على او عادي جدا مفيش مشكلة طب هو ده الكلام ده عن طريق ايه اه عطرين هو بيمشي بقى التسلسل بالشكل ده ان الفيرشون ماشين بتاعتنا دي هو دلوقتي الجيتوي بتاعها مين هو تيوان راوتر ده والتيوان راوتر هو بيكونكت على تيزيرو لان تيزيرو ده هو اللي بيطربط بمن بقى ده الفيزيكال راوتر او الفيزيكال فيروول اللي هو يعتبر كده بنربط راوتر براوتر اللي هو الفيرشون الراوتر بتاعنا لان الراوتر ده او تيزيرو ده عبارة اصلا عن فيرشون ماشين وليسة انا اشرحها بالتفصيل وده اللي بيكونكت على مين على البيزيكال راوتر او الداتا سنتر راوتر الداتا سنتر راوتر ده ده يعتبر هو ده الجيتوي الخاص بالفيرش والماشين فالترافك بتاعنا بيمشي بالتسلسل ده سواء بقى من الانترنال او الانترنال اكسترنال ما فيش اي مشكلة عنه انا دلوقتي زي ما بيرقول انا على الجهاز ده عايز ادخل من دي كتب مثلا على الفيرش والماشين من الهند انا دلوقتي بابقى وصل للجتهوي بتاعي وصلني للتزير و راوتر للتزير و راوتر غبقي الليทي ون والتي ون هيوصلني ليه الفيرش والماشين اللي هي داخل الانس ايكسبت LIN او داخل ال الحاص سنتر الخاصة بنا طيب ااااا ده كده يعتبر الفار قببين نوعين الراوترز الخاصين بالانس اكسباله stati ون وую agent Tzere تي ون كل الفكره بتاعتوا منج الانترنال ترافيك يعني ايه? يعني لو انا عندي virtual machine هنا مثلا ده على فرض ده application. واخده مثلا اي بي 172 16 10.15 مثلا. والvirtual machine دي اه السجمانت دي مثلا داتا بيز. طيب. انا دلوقتي لو الvirtual machine دي عايزة تكون اكتع الvirtual machine دي. من الراوتر بينهم اللي عمل لنا موضوع الراوتنج? اه التواني. يبقى الترافيك يمشي منين? المفروض يوصل بالشكل ده. كمان? طبعا احنا لسه نشرح دي ان انا هنلاقي ان الترافيك بيمشي كده على طول وده هنوضح عليه ده بقى. لكن اجمالا هو ده الراوتر بينهم. هل محتاج يطلع ليه? التزيرو راوتر? لا. التزيرو ده لوان هطلع ليه الفيزيكال. طب هل محتاج ان هو يتكلم الراوتر الفيزيكال راوتر? لا. ليه? لانه اصلا الترافيك كله internal virtual machine وvirtual machine والجتوي بتاعهم كله يعتبر n6 tier 1 راوتر. فده كله الانترنال ترافيك. انما لو virtual machine دي او دي مسلا عايز اتكلم ال physical environment او عايزة تطلع الانترنت او غيره يبقى لازم تطلع من ال T1 والT1 يفورورد الترافيك للتير زيرو والتير زيرو يفورورد الترافيك للفيزيكال لاتسنتر او الانترنت حسب ما احنا عاملين الكونفجريشن. طيب. هل بس ده الاختلاف او الفروق ما بين التير وان والتير زيرو لأ هقول لك في بقى فتشر او فكرة عبقرية في T1 راوتر. التير وان راوتر ده كان في ال N6V كنا بنسميه DLR او Distributed Logical Router. عشان كده انا قلتلكم لو بتفتكتوا مش هي. قلنا ان المسمات مختلفة خالصنا بين ال N6V و T يعني ال T1 ده في في ال N6V DLR كان اسمه DLR. الفكرة او ايه الميزة التانية في تي وان راوتر? تي وان راوتر ده بقى بيعمل لنا او بيحللنا مشكلة ازالية في الفيزيكال اللي هي ايه بكل بساطة? انا دلوقتي علشان اوضح لكم اللي هي في بتاع الابليكيشن. عايز اتكلم في الديتابيز انا قلت لكم اه لازم تروح للراوتر. ليه? دي سابنت زي ما قلنا مسلا بيتنين وسبعين ستاشر عشرة دوت اكس. هتكلم بيتنين وسبعين ستاشر دوت مية دوت اكس مسلا. فبالتالي خلاص ديفرنت فيلان او ديفرنت سابنت. فبالتالي لازم ببقى فيه راوتر عشان اعمل عملية الراوتين جدا. لكن انا اصدت اعملنا الرسمة كده مع ان ده كده في الانسكس مش صح. ليه? علشان بس نفهم ان ديفرنت سابنت. لكن عمليا ايه اللي هيحصل? اه الترافيك اصلا هيبقى ماشي يوصل. كده لون تاني. الترافيك هيبقى ماشي من الفيرش والماشين من هنا لهنا. على طول. يعني ايه? يعني اتخيل كده لو انا عندي اتنين ايه سيكس اول. تمام? وفيه هنا مسلا سويتش هو ده اللي رابط اللي ايه الفيزيكال نيتورك بينه وبين بعض. وعندي فيرش والماشين هنا ابليكيشن وفيرش والماشين هنا ده تابيز. عمليا المفروض ايه? ومسلا عندي التي وان ده موجود على هو اعتبر اه فيرش والماشين يعني تي وان زي ما قلنا والتي زيرو ده عبارة عن حاجة بنسمى الاتش. طيب. المنطقة ان الفيرش والماشين ده لازم تروح تكلم الجتوي بتاعها. ليه ممكن تكون فيرش والماشين على هوست تاني خالص. وهو هيفاهمه الترافيك. لا. ده الكلام ده في الفيزيكال نيتورك. النباح احنا عندنا في الاني سيكس اللي يحصل. الفيرش والماشين اللي هي الابليكيشن هتروح تكلم بالداتابيز دايركت. يعني عن طريق النتورك هنا عليكم. طب الكلام ده ازاي? يعني طب يعني هينفع يروحوا يتكلموا بعض من غير ما يتكلموا الراوتر? هقول لك اه. وده كان في مشكلة في الفيزيكال نيتورك مشكلة ازالية كده. اللي هي حاجة اسمها الهيربيننج يعني. انا يمكن بس نسيت اجيب صورة لها. اه لو حد فيكو عمل سيرش كده على جوجل كده بكتبس النتورك هيربيننج. النتورك هيربيننج ده كانت المشكلة بتاعتها ايه? نو بيوريك ان انت اي عندك او اي او اي لازم كل مرة يروح اتكلم الراوتر عشان يوصلوا ليه بتاعه. لكن هنا مع الاني سيكس لا الفيرش الماشين هتكلم. طب فين الراوتنج اللي حصل? هقول لك اه. اللي بيحصل دلوقتي ان تي وان ده ده عشان كده كان في الاني سيكس بيبينول ايه? الراوتنج اللي بيحصل انا اول معمل الراوتنج عندي ان انا كاريت السيجمنت هنا. الموضوع ايه اللي بيحصل بكل آآ بساطة? كل الراوتنج اللي بيحصل عندي او بمجرد ما كاريت اي سيجمنت تكنكت على تي وان عندي. اللي حصل كل الراوتنج اللي بيحصل. لان مسلا ايكلم الديتابيز والويب بيكلم كزا وكزا وكزا. ده كله مين? الراوتنج تيبل ده اتوزع على كل الاسيكس اي اللي عندي. فبالتالي الفيرش والماشين اللي هنا دي كل الراوتنج تيبل بقى موجودة على الكيرنل بتاع الاسيكس اي. وده احد المميزات بتاع الاني سيكس. وده احد آآ المميزات الخاصة به ان انت تستعمل الاني سيكس مقارنة مع اي سيليوشن تاني. ليه? لان انت هتقدر تعمل انتجريشن مع الهيبارفزور بتاعك اللي هو البيس فيه. لكن لو رحت جبت اي سيليوشن تاني بدون ذكر اسماء اكس او اي او زد بيبقى فيه صعوبة. هو يقول لك اننا ده نعمل انتجريشن لكن بيبقى فيه صعوبة شوية في الانتجريشن مع الاسيكس اي. فاحد المميزات في الاني سيكس مع الفيس فير ان هو اوتوماتيك كل الراوتنج تابل بتاعك لكل السيجمنت اللي بتكون انكت على نفس التي وان راوتر اللي هما في صابنة مختلفة. تاني اهيات بقول يا شباب. حد بيسأل دي كلها ابليكيشن بتكلم داتابيز يعني صابنة مختلفة. الفيرشون مشين مثلا هنا الابليكيشن هي هتكلم الداتابيز هنا. هتوصل لها. هتروح تكلم الراوتر? هقول لك لا مش محتاجين نتكلم الراوتر. ليه? لان الكون فيجريشن كلها او الراوتنج اللي معمول عندي. ده بقى حللنا المشكلة اللي بنقول عليها مشكلة الالي كان بيحصل ان احنا كان عندنا الناس هنا لازم تطلع للراوتر ومعنى ان تطلع من الراوتر. يبقى فيه لود على البيزيكال نتورك انترفيز وعلى توبو فراك سويتش ولو فقى اي سويتشات موجودة وتروح لود بقى على الكور سويتش اللي عندك اللي بيعمل راوتنج او الراوتر او الراوتر او الراوتر او الراوتر ويرجع تاني كان فيه عدد هب كتير بيحصل. طب تخيل بقى المشكلة بقى كانت بتبقى يعني صعبة جدا ان انت بيبقى عندك ايه? لو توفيرش والمشين على نفس الاس سيكس او. بس دي ابليكيشن ودي دي ابليكيشن دي تطلع تروح تكلم الراوتر بتاعنا اللي هو مسلا السيسكو راوتر او كورسويتش او غيره. واه يفاهموا انت تروح راوتنجين. مع ان توفيرش والمشين موجودين جنب بعض والي اتنين على نفس الفيرش والسويتش يعني الترافك اصلا مع بعض. اه هقول لك شوف عملت دلوقتي اكتر من هب علشان او يعني اولود كبير على النيتورك علشان توصل للديستينيشن. معين الديستينيشن موجود على نفس الايه? الاس سيكس او يعني ده اصلا نفس الاس سيكس او. جميل? مع الانس سيكس لا ده هو اصلا الراوتنج كله اصلا موجود عندي. الفيرش والمشين هنا داير اكتر تروح. فتخيل كم السرعة اللي هتبقى موجود عندك تخيل اه اه اللود اللي انت هتقلله خالص من او على مستوى الفيزيكال اه نتورك انترفيس على مستوى على المستوى يعني كان بيحصل فعاد كتير ان تلاعزين نكاريت فيلانات كتير جديدة يقول لك لا اما الكورس بتاعنا بقى يعتبر الموضوع بقى صعب اه ان احنا نكاريت حاجة جديدة. ليه? هتكاريت جديد. فيلان جديدة سهل ان انت هتكاريتها ومش هيقول لك لا لكن معنى كده ان فيه ترافيك هيروح الكورس بتاعك او ده سيسنت الروتر. فهنا يعتبر الفيتشر المهمة جدا في الروتر ده او تيوان روتر ان هو ديستريبيوتد روتر. وخلي بالكم بقى الجميل هنا ان انا مجرد ما بكاريت السيجمانت دي على وخلي الجتوي بتاعها هو تيوان روتر ده وكاريت السيجمانت دي ودي هو اوتوماتيك على طول عمل روتر بينهم. با دي فول. لو انا جيت بكرا كاريت سيجمانت رابع. اوتوماتيك على طول هو عمل روتر بينهم كلهم. يعني مش محتاج بقى عايزة اعمله بقى ايستاتيك روت او او ديناميك واستعمل بيجي بيك او اس بيك او غب لأ ده اوتوماتيك بيحصل عندي. فده برضو من المميزات اللي بتحصل. فبالتالي التيوان ده بيمانج الستوست روتر او الستوست ترافيك واعتبر ما بين السيجمانت الانترنال عندي في. طيب. انما بقى تي زيرو زي ما قلنا هو ده كل المسئولية بتاعته ان هو يربط الفيزيكال بالفيرشوال او حتى فيرشوال ماشين تانية لكن بتستعمل فيلان. فيش مشكلة بقى تي و تي زيرو برضو اللي هيربط الموضوع ده او ده سنتر تاني او غيره وهو تي زيرو اللي هيو. سواء زي ما قلنا تي زيرو او تيروان ده معتمد على حاجة اسمها الاني سيكس ادج ده بيكون فيرشوال ماشين ده بيكون فيرشوال ماشين. وممكن للعالم نفس فيرشوال ماشين هي تقوم بوظيفة تي زيرو والتي وان عادي يعني مش محتاج تقول مثلا احنا كده هنكاريت ابلاينس كتيرة لكا ادج ومحتاجة كده راماتو بروسوس رولاك لأ انت ممكن نفس الاتج يقوم با يكون نفس الوظيفة اللي هو تي زيرو وي تي وان ودي برضو من الفيتشر اللي في سيكس تي في الفي في الانس سيكس في ما كانش متاح اني نفس الاتج يقوم با بوظيفة تي زيرو تي وان اللي هي كانت وقتها بتتسمى دي اللي قالوا الاتجي سيروز جيتو. طيب. ايبعنا كده وضحنا الجزء بتاع السيجمنت اللي هو جزء الخاص بالسويتشنج وان ان انت تكاريت سيجمنت ده ما بيخدش منك خمس ثواني وهنشوفها ان شاء الله النهاردة هناخد ديمو كده سريع. والتي زيرو والتي وان برضو ما بيخدش معاك وقت كتير. طيب. نيجي بقى في نفس الرسمة دي احنا كده شرحنا الاست وستراوتنج اللي معتمدين على التي وان. والنورسا واستراوتنج ده اللي بعتمد على تي زيرو ويكون نكت على البزك. طيب. نقطة كده بس يعني. عشان لو شفتوا في اي ديزاين. لكن ده في الواقع العاملي ندرة الاستخدام. الممكنة كارية السيجمنت داركت على التي زيرو. يعني خلي السيجمنت بتاعتي الجيتوي بتاعها هو التي زيرو. لكن بيعمل لك في حاجات كتير. فعشان كده ده يبقى ندرة الاستخدام. دايما ده الديزاين اللي هو البيست برايس. سيجمنت تي وان تي زيرو. والتي زيرو هو اللي تكوننكت للفيزيك. التي وان استحالها يكوننكت داركت على الفيزيكال انفيرومنت. يعني ما نفعشي تي وان تكوننكت على الفيزيكال رابطة. لا. لازم تكون تي زيرو. ليه? انا بأكد عليك الروطة دي علشان لو اي حد ارى شوية في الاني سيكس في. الاني سيكس في كان ينفع الديلار يكوننكت على الفيزيكال. لكن كان برضو الديزاين الاداك والركومنت من فيو وير ان انت ده ما يكون عندك السيجمنت تي كنكت على تي وان راوتر اللي هو الدي اللي اقار في الاني سيكس في كنكت على ايجي سيفيس جيتوي. طيب. نيجي بقى في نفس الرسمة دي احنا ممكن برضو نشرح نقطة الفايروول. لان ده من الحاجات المنتازة جدا برضو في الاني سيكس از هو سواء الفي او التي. واللي يعتبر يكاد يكون بنسبة كبيرة جدا تستعملها في الواقع العامل. زي ما قلنا ان الاني سيكس فيه نوعين من الراوتر اللي هو انترنال راوتر والكسترنال راوتر اللي هو تي وان والتي زيرو. فيه برضو نوعين من الراوتر. راوتر اللي هو الانترنال ترافيك اللي هو لو انت عندك في الابليكيشن عايز تكلم الداتا بيز لكن على بورت معين. في الحالة دي بنستعمل اللي هو نقدر نقول المايكرو سيجمليتيشن او الانترنال راوتر عندنا. انما فيه راوتر تاني اللي هو ال جيتوي راوتر وده اللي بيربط بقى لو الترافيك زي مثلا المثال اللي كنا بنقول هنا. ان انا عندي من اللابتوب بتاع او البيسي انا عايز ادخل مو دسكتوب هنا على الفيرش والماشين دي. طيب. كراوتنج معمول طب فايروول اه. لازم انت بقى تعمله اللاو للفايروول طب انا هعمله في ان على الانترنال فايروول بتاعه هنا. لا او دستربيوتر فايروول. لا انتهينا الفايروول بيبقى طبعا عند تي زيرو. جميل? لازم اعمل هنا في الرول اعمل اللاو او دناي. لترافيك اللي انا محتاجه. يعني انا مثلا محتاج انا الفيرش والماشين دي مثلا هتعمل جين للدومين كوترول اللي موجودة او يبقى لازم بقى البرطبع بتاعة الديلس تلاتة وخمسين والاكتف ديركتور والجلوبال كاتلوج والحاجات دي دي كلها هتعمل لها قليلا. طيب نخلي ملنا بالنقطة بقى مهمة جدا. ان هنا انت عندك بالتأكيد هيكون فيه فايروول او دات السنتر فايروول. ففي الحالة دي الفيرش والماشين او اللابتوب او البسير اللي موجود عندي علشان يوصل ليه الفيرش والماشين هنا قدامه كام راوتر اتنين راوتر. وده شيء ممتاز جدا. ككونسيبت في السيكورتي بوجه عام يقولك ما تعتمدش على فايروول واحد. لازم يكون عندك على الاتنين فايروول والافضل ان يكون من ديفرنت فيندر. تجيب مثلا فايروول من باولو قلتو يعني لو بتكلم على فايزيكال يعني خالص ما فيش عندك اي انسيكس ولا كده. كنت تلاقي بتجيب مثلا فايروول من باولو قلتو مع واحد من فورتيجيت او سيسكو اس ايه. يعني تخلي الموضوع مكس شوية. هنا الانسيكس بيشتغل كفايروول يبقى انت هتحتاج في الفيزيكال فايروول واحد بس. فبالتالي الفيرش والماشين بتاعتنا دي علشان توصل ليه البي سي ده او العكس ففيه هنا عندنا كام فايروول اتنين. اللي هو الفيزيكال فايروول او ديتا سنتر فايروول والانسيكس جيتوي فايروول. فهنا تخلي بالك بقى لازم اعمل اللاو او دناي لنفس الروول ده على الفيزيكال فايروول وعلى الانسيكس جيتوي فايروول. فتمي الترافيك نورس ساويس فايروول. طيب انما عندي لو الترافيك انترنال او استوست فده يعتبر على استربيوتد فايروول اللي عندي. فبالتالي ايه اللي بيحصل انا عندي الابلكيشن عايز اتكلم الديتابيز على اللاو على بورت معين خلاص. يبقى هو دلوقتي مفيش الا فايروول واحد. وهو ده يكفي جدا لايما ده اصلا انترنال ترافيك. انا مش محتاج له اي فايروول تاني. يبقى تاني. في الانسيكس عندنا اتنين فايروول. علشان ده بيلخبط البعض في البداية. طب انا دلوقتي هستعمل الانه واحد فيهم. الموضوع بكل بساطة. لو الترافيك ما بين 2 virtual machine والاتنين virtual machine الجيتوي بتاعهم. الـ T1 يبقى خلاص هعمل هنا كـ distributed firewool. ده انترنال. انما لو عندي VM الجيتوي بتاعها مسلا T1 او حتى T0. عايز يكلم حاجة physical او حتى عايز يكلم virtual machine حتى على نفس السكس او لكن تستعمل vlan عادية اه لا في الحالة دي يبقى انا هستعمل اللي هو ال NSX gateway firewall اللي هو بيكون على المستوى T0 فبالتالي لازم اعمل الرول هنا لكن خلي بالك لازم برضو تعمل نفس الرول فين على physical firewall لو انت عندك physical firewall وده يا كده يكون بنسبة مية في المية لازم يكون عندك physical firewall لان انت زي ما قلنا انت ما زلت هيكون عندك فيه physical PC او بعض ال devices لازم يكون عندك فيه مزالة برضو فيه بعض ال vlanes موجودة عندك فبالتالي لازم يكون عندك physical firewall لان ال NSX مسؤول بس عن كfirewall للجزء اللي هو الخاص بالvirtual لكن اي حاجة physical لا احنا ملناش ايه ماندرش القصة دي طيب اه فيه شباب بس بعض الاسئلة او هنشوف الاسئلة دي كلها في الاخرى شباب طيب يبقى احنا دلوقت الرسمة دي يعني اطلع اخبطت مننا شوية و اخبطنا كتير بتوضح لنا اهم تلات تلاتة اللي يكادي يكون بنسبة كبيرة جدا بتستعملهم اللي هو جزء بتاع اللي هو السيجمان و هتستعمل تي وان او تزيرو حسب الاحتياج و كده يكون الافضل بتستعمل اتنين و اه الفيتشور التالتة والمهمة جدا اللي هي الفايرول و دي بتستعملها اه دا للانترنال ترافيك او او است وست ترافيك ولنورساوس اه فايرول او نورساوس ترافيك بتستعمل اللي هو انس اكس جيتوي فايرول اللي هو بيكون عم مستوى تزيرو علشان هي ت opinions traffic اللي اعتبر انترنال مع او كسترنال او كسترنال مع انترنال للعلم الفايرول بتاع الانس اكس قوي جدا في الجزء اللي هو اعتبر الانترنال ده. علشان كده فيموير يندضى النول يمكن من خلال تقريبا حوالي سنة او وقال لي من سنة نزلهم اديشن خاص من الاني سيكس على الاني سيكس في اديشن تقريبا ستاندر وادفانسد وينتر برايز ده كلهم بيبقى شامل بقى كل الفيتشار يعني راوتنج سويتشنج فايروول لوت بلانسر ريبين الحالات دي فا احيانا كان في بعض الكاستمر يبقى عايزين الاني سيكس بس كفايروول فلو هتاخد اي اديشن من ده هيديك تفاصيل كتير جدا ممكن انت مش محتاجها يعني زي ما قلنا انا محتاج بس استعملك كفايروول وده فعلا مشهورة جدا فكان يقولك انا هدفع كده تمن كل الفيتشار مع ان انا محتاج الفايروول فكان دايما يقولك لا انا مش هاخد الاني سيكس عشان كده عملت كده اديشن خاص اللي اسمه اني سيكس فايروول الاني سيكس فايروول ده بيديك بس فده يعتبر برضه من الحاجات الجديدة اللي اتعملت في الاني سيكس اديشن خاصة للفايروول وده يدل اني قال ايه الفايروول بتاع الاني سيكس قوي جدا يعني ده طبعا في تفاصيل ممكن يبقى ليها نعمل لها سيشن خاصة بها عشان حاجة اسمها المايكرو سيجمينتيشن وطريقة الترافيك وكده نيجي بقى ليه الجزئة دي هات بتوضح لنا الجزء بتاع اللي هو تير زيرو جيتوي والتير وان جيتوي زي ما قلنا ده الانترنال ترافيج وده وهونلاحظت ان التير زيرو ده هو ده زي ما اقولنا ده عبارة عن وده عبارة عن ماشيين او ممكن ماتن barbecue 1 لا تنسيenz gew vaig والتنسي طبعا وهاتلا Marian هاتلا يقنكت على文 على Elaine لماذا؟ لانه هو ده يقنكت على الفيزيكال الفيزيكال تاني زي ما قولنا اللي هو اعتبر qui checking ce bird copy او كده طبف الروتر ده ميفاهمش على Dylan فعشان الحny کنكت عليه بيكون الkkb خالص بتقنكت عليه طبعا هنا بقى ممكن حد يسأل يقول طيب التي دلوقتي نتخيل كده ان اه ان انا دلوقتي اه في حد بيبقى تسير طيب ماشي. نتخيل كده وده سيقول الاكيد غالب يدخلوا بتفكروا فيه دلوقتي ويقول لا دي كده يبقى نقطة سلبية في الانسكس ان انا مؤتمد على الانسكس ان هو كفيرشول ماشين الول راوتر بتاع فبالتالي قول طيب ما الفيرشول ماشين ده لو حصل فمشكلة معنى كده يعني تخيل دلوقتي انا عندي مثلا تلاتين اربعين سيجمانت موجود عندي. اه كلها مثلا بتاعها تير وان. والتير وان ده مربوط بالتير زيرو ده مربوط بالفيزيكال. فبالتالي لو تير زيرو ده حصل فيه مشكلة. انا خلاص اتعزلت عامل فيزيكال. فبالتالي خلاص انا كده بتاعت فاصلت. يعني عامل زي ما يكون كده عندك فيزيكال راوتر حصل فيه مشكلة. الله سدينا كلها وقفة. هقولك لا. الموضوع ده بكل بساطة احنا قلنا هو عبارة عن لكن عمليا التير زيرو ده ونفس الكلام التير وان. لما بنيجي نكاريته احنا بنكونفجر بتاعته على الحاجة اسمها ايج كلاستر ده. ايش بس الخط صعب شوية. الاج كلاستر ده اللي هو بيكون جواها اكتر من انس اكس ايج اللي اكتر من موضوع ده. ممكن يكون فيها واحد لغاية كام لغاية عشرة. دايما هتلاك كل بيحط فيها اتنين. ده علشان ايه? علشان يعمل اه او فبالتالي لو الاولان حصل فيه مشكلة التانية موجود. نقدر حتى اصلا نكون في جارة من ايبو شغلين اكتر بقى او اكتر بقى يعني دي بتبع حسب السيرفز اللي انت هتستعملها. يعني انت ممكن تزره ده تشتغل اكتر اكتر. فبالتالي لو اصلا النوت حصل فيه مشكلة التانية شغلها. جميل? فالنقطة دي محلولة بكل بساطة ان التير زيرو والتير وان هم اصلا مش بيكون اكتروا على واحدة لان ده بيكون فيه اكتر من اكتر من تقدر تحط اتنين تلاتة اربعة على الال اتنين وفي الغالب الكل بيعتمد على اتنين بس. لا لا على فكرة احتمالية ان دي حصل فيها مشكلة نادرة اول. لكن احنا بنقول في الاول في الاخر هي موجودة على اللي حصل فيه مشكلة فالو انت هتتعمل هتتنيل على تاني فعملية بتاعها ده تاخد كم دقيقة او ممكن دقيقة فالنتورك عندك فصلت يقول لك لا احنا الموضوع بكل بساطة. عندك اكتر من فبالتالي لو واحد فيه مشكلة التاني شغل. حتى لو انت عاملوا هم يعتبر في خلال ثواني اصلا. يعني كان زمان بيبقى خمستاشر ثانية انت تقدر تقلل ده كمان. فبالتالي لو الاول حصل فيها مشكلة هتلاقي التانية بيت الاكتف على طول. حتى هتلاقي على شرحين لاب للكصة دي. ويقول لك اعمل للأولة هتلاقي التاني اشتغل تاكتف على طول بكل بساطة. فعلشان محدش يقول في استعملنا للفيرشو ماشين ده هيدينا بعض السلبات. هقول لك لا يعني كل النقط دي محلولة. حتى للعلم. وده نحاول نشوفها في اللاب برضو. واحد يقول اللي طيب ما نفسه اللي يعتبر بتاع اللي بمانج بكل شيء وكارية عايز اعمل سيجمان اكارية اكارية اه فاير وور رولز. طب ما وضع براه عن فيرشو ماشين هقول لك لا في وده يعتبر احد الجديدة في ان انت بتعمل حاجة اسمها ان انت يكون عندك تلاتة هم اصلا التلاتة ريبلكة البعض وفي بينهم فيب اي بي. انت طول الوقت بتكون نكتع البيب. ممكن تكون على الاولاني او التاني او التالي. طب الاولان ده حصل فيه مشكلة خلاص التاني هو اللي بقى الرئيسي بتاعنا. فبالتالي الامور عندك استيبول مية في البيان. فالاني سكستين فيه تطور كتير عن البي. على كل الليفل بتاعته مش ما تيلاقش خالص ان انت بتستعمل فيرشو ماشين لا. الموضوع عندك يعتبر فيه نقدر نقول كده افلابيلت ورده ننسى على اه مستوى يكون في كانوطة ماشين مفيش منها خوف خالص في الواقع العملي. طيب. اه احد بقى برضو المهمة جدا في الانس سكس طبعا فيه بقى احنا انا مركزين على الحاجات اللي هي في الواقع العاملي بتبقى كتيرة ومفيدة. في الانس سكس اه تيب ده من وحاليا الاخير سري بوينت حاجة اسمها انس سكس فيدريشان سيربس ودي برضو الجميلة جدا. دي كانت موجودة برضو في الانس سكس في كان بتسمى انس سكس كروس في سنة. هنا مسميين انس سكس فيدريشان. الفكرة بتاعتها ايه بكل بساطة? تخيل انت عندك دلوقتي اتنين داتا سنتر. يعني اشهر يوش كس لها الهيد اوفيس ودي او. فتخيل دلوقتي كان احد التحديات الكبيرة جدا في لو انت هتعمل الهيد اوفيس ودي ار ان انت دلوقتي بتقول اه طبعا عندي الهيد اوفيس في بعض وفي بعض او البيلان. طب البيلان دي لو اشتغلت في او ايه اللي هيحصل بالنسبة البيلان هل هقدر اكارية نفس البيلان بنافس ال اي بي هناك ولا النتاور كيفز اللي عندي الروتر والسويتشهات والكلام ده مش ههتصبورت ان انا يكون عندي نفس الارات تكبيرا جدا ودي كانت بتعملينا مشكلة ان في بعض ولا بيتدعمش ان الااي بي تغير او من قدتكون بعض السيرفز ان لو الااي بي تغير بتحصل مشكلة. فكان بيبقى تحدي كبير جدا. في الاني سكس فيدريشان ايه اللي بيحصل بقى? ان انت لو عندك اكتر من سايت. انا اقدر لما بكارية سيجمانت جديدة في لوكيشن ايه يعني مسلا شوف هنا اعمل لك بيقول لك عندك لوكيشن اي و بي و سي و دي. ده مسلا يعتبر يعني حتى تشوف هنا الجميل دلوقتي انه ممكن يكون اللوكيشن التاني او التالي تكون على او 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 يعني الموضوع كل شغالة معاني. طب ايه الفكرة بقى بتاعتها? انها لما بكارية سيجمانت هنا نفس السيجمانت ده تبقى موجود في السايت بي موجود في السايت سي دي. يعني انت طبيعي الاشهر ينبقى عندك تو سايت بس لكن هنا كمان يعني بيوريك ان انت ممكن يبقى عندك اكتر من سايت. فيش ايه? فيش ايه مشكلة. طيب. ده بقى بيمكنك في ايه? ان انت بيكون نفس السيجمانت مجرد ما كاريتها في اللوكيشن الاولاني هي هتتكاريت في اللوكيشن التالي والتالي. فبالتالي الفيرش والماشين بتاعتي. وقت ما احصل مشكلة في اللوكيشن ايه ويتعمل لها ما يجريد تشتغل في لوكيشن بيه هتلاقي نفس التفاصيل بتاعت نائتروك نفس التفاصيل بتاع نفس الفيرقول لول هنا ده بقى الكلام ده بتعمل ازاي? احنا قولنا الإنسكس بيعتمد على الإنسكس مانيجر ده اللي بنعمله في ال لوكيشن why? وهنعمل الإنسكس مانيجر هنا وإنستكس مانيجر برضو هنا في السايت سيو دي حسب ما او معمول فينا أربعة لوكيشن ده طبعا الذي تقدرست تعملها من توجو سايت فيما فوق يعني طيب الفكرة بقى علشان الكونفيجريشن بتاحتك تتوزع في كل السايت لازم انزل نسيكس مانجر كمان بيكون بنسمي اسمه جلوبال مانجر الجلوبال مانجر ده بضفي السايت الاولاني التاني التالت الرابع لو انا عايز الكونفيجريشن بتاعتي تبقى في كل السايت سواء راوتنج سواء فايروول سواء سيجمان فبكل بساطة كاريتها من الاي من الانسيكس اللي والجلوبال ده فيرشوال ماشين ولا الاي بي بتاعها طيب لو انا عايز الكونفيجريشن بتاعتي ماتكونش الدستربيوتوفيكا ده انا عايزة بس في السايت ايه طيب خلاص هي كاريتها من الانسيكس مانجر الـ Local NSX Manager يبقى أنا عندي هنا Local NSX Manager ده اللي بيكون في كل صيد لو أنا عايز بقى الـ Configuration بتاعت تكون Distributed فها بتبقى من الـ Global NSX Manager ده اللي بتتسمى الـ NSX فالـ Configuration بتاعت تبقى Distributed أنا مش محتاجة كاريتها هنا وراحة كاريتها هنا وهنا وهنا لا الموضوع بالنسبة لي Distributed في كل الـ Location مدام عندي Global NSX Manager فهو بـ Distribute أو بـ Publish الـ Configuration اللي عندي ما بين السايتس اللي موجودة ده عملين كان في الـ NSX V كنا بنسميه NSX Cross V Center لأ هنا عملوه NSX Federation ده اللي العلم بداه من NSX Version 3 والـ Service دي موجودة للعلم في أعلى addition في الـ NSX يعني اللي هو الـ Federation ده في الـ NSX Enterprise اللي هو أعلى addition فيه طيب ده كده هو برضو بيوضح لنا الفكرة ده لوكيشن أو بيو سي وكل واحد طبعا فيه وممكن يكون للعلم يكون على كلاود مفيش اي مشكلة ده الـ Local وده الـ وبعد كده بنعمل اللي هو الـ Global NSX Manager هو اللي هي ويعمل ده الـ Solution ده مشهور جداً زي ما قلنا في الـ Desaster Recovery Solution أي أن كان بقى أنت هتستعمل أي سلوشن اللي عمل لك Replication هتستعمل بقى SRM هتستعمل من DL MC Recover Point ومشين هتستعمل أي أن كان هو كل السلوشن ده تبقى مسؤول عن عملية Replication تبقى مسؤول عن عملية وكتور أركستريت أنت من السايت الـ Active ومن الـ Standby أو الماسف أو كده لكن الجزء بتاع الـ Network مفيش أي سلوشن من ده يقدر يتحكم في الـ Network لا هنا الـ NSX هو هي manage النقطة دي طيب فيه طبعاً يعني كان في الـ Presentation دي فيه جزء كان يكون عايزين نتكلم فيه عن الـ NSX Intelligence لكن أنا حابب أفضل بدلاً من نتخف الموضوع تاني لأن ده سلوشن تاني خالص ممكن نتعمله سلوشن خاصة به أنا حابب بس دلوقتي نعمل ديمون نشوف الحاجة دي بشكل عملي أفضل علشان يبقى الموضوع قرب شوية لأن التحدي كبير في الـ NSX إن أنت يعني عايزين نخرج من جو وإن كل حاجة فيزيكية لقدامك إن كل حاجة خلاص بيت فيرشوال يعني مفيش راوتر قدامك مفيش كابل كده أو كابل واصل من راوتر لسويتش الفايروال مفيش الكلام ده كله الكلام ده كله أصلاً إيه فعشان كده أحابين نشوف أعمل سلوشن دي أنا مجمع فيها بعض اللابات الكويسة جداً دي كلها على الهانزو اللاب وهنفتح واحدة فيهم دولوقتي نشوف كده اللابات يعني دي بعض الحاجات اللي حابب يقرأ زيادة ويتست وكده طبعاً البرزنتيشن يعني إيه أي حد محتاجة يبقى بعتلي بس على الإيميل أو كده وأنا أبقى أشيرها معها في هنا خلونا ناخد كده على الهانزو اللاب كده نفتح اللاب اللاب اللي هو الـ N6T Foundation يعني إنت لو فتحت الهانزو اللاب كتبت N6T تلاقي في اللابات كتير اللاب بصراحة اللي هو الـ N6T اللي هو الفاوندشن ده جميل جداً بتكلم على الجزء اللي هو بتاع السيجمانت على T1 على T0 فتشر كتير جداً طبعاً هو حابب تمشي على الخطوات اللي هو بيشرحها أو الحاجة اللي هو قصدها مفيش مشكلة حابب أنت تتست وتجرب براحتك يعني إيه؟ هو بيعملك V-Center ب-S6I موجودين ب-N6Maniers كل دبلوي وتبدأ تعمل يعني ده كده يعني ده كده أعتبر الجايد بتاعه اللي هو إيه؟ الموضوع اللي عايز يتكلم فيها لكن خلينا احنا نجرب براحتنا طيب على ما يفتح كده أنا أعتقد فيه الشباب باعتهم بعض الأسئلة هو يخده بس دقتين ثلاثة كده الحد مش شباب باعت بيقول يعني كم A6 هيبقى في كوبين من الـ Routing كل الـ A6 هي عندك في حاجة عندها اسمها ترى كل الـ A6 هي عندك اللي معمولها بربريشة من الـ N6 اللي علىها يعتبر الـ Agent بتاع الـ N6 وفي نفس الزون خلاص هيب على نفس الـ Routing نكونفجر T0 يعني حد مش شباب باعت بيسأل نكونفجر الفيرول على T0 يعني واحد فيهم بس لأ هو ده اللي يستخدام وده اللي يستخدام في حسب اللي احتياج بتاعه طيب خلونا كده نشوف كده ديمو سريعة بتاع الـ N6 ونرجع تاني للأسئلة بتاعتكم عشان بس ما نطولش عليكم ونرجع تاني للأسئلة طيب طبعا نشوف في الـ Android Lab هنا اللاب اللي هو الـ Foundation اللي احنا فتحنا ده نلاحظ فيه عامل لكواد V-Center كامل فيه اتنين كلاستر موجودين وفيه بعض الـ version عشان تبدأ بقى التست بقى تعمل Routing, Switching, Firewall منتاز جدا طيب وهنا ادى الـ N6 Manager بتاعنا لو عملنا كده طبعا هو في البروزر هنا في الـ Bookmark هو احافظ لك كل شيء حتى عاملك اتنين Region يعى اتنين Data Center وكل واحد فيه N6 و V-Center بتاعه طيب ده الـ N6 و الـ N6 Manager ده عبارة اصلا عن Uplines بتعمله بتلوجن عليه طبعا الـ Admin ده ده بيكون Default Account Twitter بتعمل و الـ Uplines بتضيف الـ Password بتاعه و By default الـ N6 Manager بيكون عليه ثلاثة Default Account Admin و Root و Audit Audit ده ريد ونلي بس Admin ده علشان جيو اي تستعمله و الـ Root علشان لو بتConnect SSH والـ Admin برضو تقدر تConnect SSH ده ليستخدام و ده ليستخدام ده الـ Interface بتاع الـ N6 T و اي حد فيه كوحتك بالـ N6 T هلاقي ان الـ Interface مختلف مليون في المية مش مية في المية يعني يكاد يكون في الـ N6 ما بين الـ V والـ T الشيء الوحيد اللي متشابه بينهم في المسامات و الـ N6 ما مش مية يعني هو ده الحاجة الوحيدة اللي مغيروش الاسم لكن حتى كـ Interface مختلفة طيب هنا كده ناخد فكرة سريعة عن الـ Interface هنا هنا هو تفق اللي هون ده بيديك summary بقى عن كل شيء يعني بالنسبة للجوز بتاع الـ Networking اللي هو فيه tiers اللي عندك سواء T1 او T0 و كده بيقولك مثلا انت عندك واحد tier 0 tier 1 لسه 0 طبعا انت المفروض بقى لما بتكون لسه عامل دبلوي جديد للـ N6 Manager وكون ده كله صفار يعني عندك ثلاثة segment هو مكاريت هنا في اللياب ثلاثة segment الـ Natural مفيش رول مكاريته VBN مش مكاريت Load Balancer مش مكاريت ده الجزء بتاع السيكورتي الـ Distributed Firewall ده للـ Internal Firewall للـ East West الـ Gateway Firewall ده بيكون للـ North-South Firewall دي بقى الفيتشر لو نزلنا تحت كده Inventorina التكملة بقى انت عندك virtual machine protected physical server ما عندي ايش يعني بعض الايه التفاصيل طيب لو جينا بقى هنا في الجزء اللي فوق ده الجزء بتاع الـ Networking ده ده اللي خاص بيه لو انت حابي بتعمل لـ Tear 0 router لـ Tear 1 لـ Segment VBN أي شيء تخص الـ Networking بيقى في الجزء بتاع الـ Networking السيكورتي اللي هو الجزء بتاع الـ Firewall كله Distributed Firewall ده للـ West Firewall وده للـ North-South اللي هو الـ Gateway Firewall ده اللي هو اعتبر بيبقى من على Tear 0 عشان حد كان من الشباب بيسأل على المكان بتاعه ده Distributed Firewall ده Internal Firewall 100% ده Gateway Firewall ده اللي بيربط الـ Physical مع الـ Virtual طيب شماندس هدولي اثنين هم Up to Layer 7؟ نعم الاثنين Up to Layer 7؟ اه 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 نورد ساوث ولا اس ويست مفروض الـ 2 يعني بس انت عملين هايب اصلا اللي احتياج فيه في في North South اكبر طيب الجزء ده بتاع الـ Blown Troubleshooting ده ممكن تستعمله في جزء لو انت عايز تست تعمل مبين موجود عندك طيب الجزء بتاع السيستم ده اللي هو بيكون اهم جزء بالنسبة لنا في البداية بمعنى ان ده اصلا لو انا عايزة الـ نفسه عايزة عامل عايزة عامل عايزة عامل عايزة عامل عايزة عامل عايزة عامل اللي هو ممكن استعمله كتير زيرو او او الحاجات ديه فهنا هتلاقي فيه الـ اللي هي تخص السيستم دي انت بتستعملها في البداية وبعد كده بيبقى الشغل اليوم بتاعك او اكتر عن طيب يعني مثلا كمثال لو جينا في السيستم هنا في الجزء بتاع الـ هنا بيوضح لك انت عندك كام سوانا كده تحمل اه شوف هنا عليك ايه اه انت عندك اللي هو الـ اللي احنا دخلين عليه طيب عمليا ودي احد زي بقولنا من شوية احد الجديدة في ان هو بقى فيه حاجة اسمها الـ انت تقدر اكتر من نسيكس ماكسموم ثلاثة فتقدر اه ويبقى ليه فيرشوال اي بي الفيرشوال اي بي ده مش محتاج لو عندك لو عايز تستعمل كسنا لود بالانسر ما فيش مشكلة فبالتالتة بتكونكت على الفيرشوال اي بي لما بتعمل اد انسيكس سواء بيديبلوي فيرشوال ماشين انسيكس مانيجر تانية وياخد من الاولى تدلو بس الـ والنين بتاعها وينزلك النود التاني وتبقى عمل كلاستر بينه لو في اي نود في اي مشكلة خلاص التانية شغال عندك وفيش اي مشكلة ده طبعا النوتة دي ما كانش موجودة في الانسيكس وده كان بتعمل لنا مشكلة كبيرة فده كده اعتبر الانسيكس طبعا طبعا لو عايز تشوف الحالة بتاعته يعني مثلا ادواتي بيلك الكلاستر بتاعنا ستيبل حتى هو ان فيه نود واحد المشكلة المشكلة بتاعتنا ايه لو الـ مشكلة تقدر تشوف الحالة بتاعته من هنا طيب ايه تاني بقى اللي عندنا الجزء بتاع الفابريك وجزء بتاع الفابريك ده مهم جدا 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 اللي هو بقى في النود هنا ده لو تفتكروا في الاول قلتلك ايه انا علشان الـ اسيكس اي اللي عندي تفهم ان فيه اه انسيكس في الانفورمينت لازم اعمل الـ 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 احد يعني الحاجات اللي بتحصل فيه انه بينزل عليه بعض الفابريك بعض الفايلز زي الـ اجنت كده لانسيكس فتلاقي عندك حاجة اسمها الـ ده اللي بيكون فعل الـ بعمل لها او متاح ان انا اعمل لها يعني لو جيت كده هنا بتختار لنا ايه اسم الـ طبعا الـ الـ ده اللي بضفي اسم الـ فبالتالي هنا ايه اللي حصل وقالك انت عندك اتنين كلاستر طبعا ده في الاول بيكون كل ضفة دي والان الـ او الـ الـ منضاف هنا لو جيت هنا في الـ ده اللي بتضفيه الـ فاول ما ضفي الـ هو بتكتب الـ اولاي بيبتاعه وكده اوتوماتيك على طول ايه في الـ هنا هيشوف كل الكلاستر بكل اللي موجودة بداخلها يعني شوفها موجودة فعلا اتنين كلاستر وكل كلاستر فيه اتنين موجودين وتبدأ بعد نعمل حاجة اسمال اللي قال ايه الـ اللي يازم قلنا احد والوظيف بتاعتها بننزل عليها اللي هو اللي هو زي بتاع الـ عليه و باخد كمان الحاجة اسمال عشان بتاع الـ يعني في بعض الـ عمليا هنا شوف هتلاحز ان الـ واحد واتنين هو اللي معموله الـ هو فتحنا كده الـ فبالتالي انت مثلا عندك 20 ASX وكل واحد في اثنين بروسسور يبقى تجيب مثلا ايه 20 في اثنين بقى 40 لـ لـ طب لو واحد قال لي لا انا مش عايز كل انا عندي مثلا اربع كلاستر في الـ انا عايز بس تلاتة كلاستر اللي استعمله من الـ اللي بقين مثلا تيست وكده انا مش هتفع لـ عايدا مفيش اي مشكلة لان انت بتعمل الـ هنا في الـ في الكلاستر يعني فما فيش اي مشكلة في ان انت بعض الـ أو يتعمل لها الـ وبعدها لا في الـ طيب يعني زي ما احنا شايفين طبعا هنا الجميل في الـ ده ان هو سيابلك الـ 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 مش معاملهم الـ علشان انت تعمل الـ طبعا احنا مش عاملنا دولات لان فيها تفاصيل كتير دي محتاجة الـ طيب نيجي بقى ليه التابة التانية اللي مهمة جدا بالنسبة لنا الـ هتلاحز عندنا هنا ان عندك حاجة اسمه هاست ترانسيبورت نوت ده بيكون فيها الـ اللي عندي او الـ السيرفر اللي هي بعمله و الـ 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 اللي هتشتغل بعد كده تيرز عندي اللي هي سواء T1 أو T0 هنا مثلا في اللاب هو منزلك اتنين او منزلك اربعة edge node يعني ده الاسم بتاع n6 edge node ده اللي بعد كده بتستعملها بقى ممكن استعملها T1 T0 لما بتعملها هنا انت بتنزل الـ يعني حتى لو راحنا على الـ هتلاقي هو عاملك الكلاستر اللي تحت دي في الـ edge اهو عندك اربعة هنلاحز عندنا هنا الـ edge اللي موجودة virtual machine عادية بالنسبة للـ resources بتاعتها قدية وكده وانت بنعمل الـ deploy بتاعها هو بيقول لك انت محتاج الـ size بتاعها قدية small ولا medium ولا large وكل حاجة من دي بتبقى بيختلف في الرمات وفي الـ الـ storage شبه انهما بتبقى نفس الـ storage الاختلاف بس في الرمات وفي الـ بورس وده بناء على ايه؟ بناء على حجم الـ environment بتاعتك او ايه في feature اللي انت تستعملها على مستوى الـ edge طيب فهنا يعتبر بنشوف الـ edge طبعا انت هتقدر لو انت عايز تعمل لـ edge جديد اجوا هنا اقول له add edge node تمام وبتبدأ اهو تعملها شوف هنا هوات اول حاجة بيقولك انت عايز تعملها small ولا medium ولا large small 2 CPU و 4 جيجا موبي الـ medium 48 38 وفل 16 64 بقى يعتبر هتستعملها بالاو انت عندك يعني عدد روترز كتير جدا او عدد سيرفيس كتشغالها كتير جدا هتستعمل بقى انما في الواقع العملي اللي بيكون كاستعمال الـ medium والـ large تا الاشهر يعني انا بتحط بيبقى ليه الـ IP للمانيجمنت الخاص بيه ونفقولك اللي فقدو من نهم عشان اللي هبحبب بتكون نكت عليه و و و يتعملها NFC حسب ما تحب و دي بقى اللي فيها تفاصيل كتير عشان كده النهاردة محبتش نشرح دي لاني دي لوحدها محتاجة ايه حوالي مسلا ايه من نص ساعة لساعة علشان نفهم بتاعها تمام؟ لاني بيبقى فيه لينك كده خاص بالترافك ما بين الـ Edge بينه وبين بعض وما بين الـ Edge والـ A6I ولينك تانى علشان هو متمثل بالـ A للمانيجمنت اللي هم الـ 40 انترفيس اللي احنا شرحناهم من شوية لكن بس ده علشان اللي ايه لو اي حد عنده استفصار حتة الـ Size او الـ Hardware Requirement الخاص بالـ N6 Edge او ده بالشكل ده حسب اللي احتاج طيب اا نقدر بايا نعمل ديبلوي اللي كام Edge عندنا الماكسيمم حاليا واعتبر من بالو كتير كده وفي مور ما بتزودش فيه انت تقدر تعمل ديبلوي لـ 320 Edge يعني تقدر تعمل 320 نسكس Edge تمام؟ طيب ده الماكسيمم عندنا 320 نيجي بقى لنقطة مهمة جدا لو تفتكروا من شوية احنا كنا نقول لي ايه؟ ان عمليا انت ما بتخليش التير 1 او التير 0 اس دي بتاعك يكونكت على VM واحدة لو انت بتكونكت على حاجة اسمها Edge Cluster عشان كده هنا هتلاقي عملك ايه؟ حاجة اسمها Edge Cluster Edge Cluster ده لما بقى كاريت كده الـ Edge ده حاجة اعتمر كده ايه؟ زي فولدر كده بحط الاسم بتاعه وتحت هنا بتلاقي النود اللي لسه مش مستخدمه في اي كلاستر فبالتالي بقى كاريتان الصح ان انت تضيف اتنين في ما فوق والماكسيمم عشرة في نفس الـ Class ده الهدف بتاعه ايه؟ ان علشان الروتر بتاعك يبقى بيستعمل ما يستعملش فيرشول ماشين واحدة لا يبقى بيستعمل اتنين او تلاتة هو دايما هتلاقي كله بيتكتفي باتنين اتنين كفية جدا يعني فبالتالي لو في الـ VM الاولى حصل فيها مشكلة او الـ SXI اللي علاها عملها او في مشكلة وتعملها ريبوت وماشتغلش ايا كان بها المشكلة بقى انت عندك في VM تانية اتنين تاني شغاله وطول الوقت اللي تنصر كنا ناجز مع بعض يمين؟ ولما بتجي انت بقى تعمل في الجزء بتاع الـ Networking وتعمل مثلا الـ T0 بتاعك اللي هو الروتر الـ الانترنل مع الكسترنل انت بتخليه كنكتع على مينفعش تقوله كنكتع على ليه؟ علشان يجبرك ان انت لازم تكونكتع على والـ Edge Cluster بتضفيه من Edge واحد لغاية عشرة تمام؟ لكن الصح ان انت على الاقل يكون في اتنين كـ Availability موتقدر تشغالهم بعد كده بقى وقت ويستنى بقى حسب السيروس اللي انت تشتغل بيه طيب لو جينا هنا بقى في الـ Networking هتلاقي في الجزء اللي هو بتاع الايه؟ ويبطيره كه لو جينا مسلا للـ هاتش يا بشمانس قبل ما نتنقل من حتة الـ Edge Nodes والـ Edge Cluster طبعا يعني انا علشان الـ Edge Cluster بحطي فيه او هو ده اللي بيخلي عندي في في الـ Environment أو في الـ Topology T0 و T1 انت من شوية قلت ان انا لا لو انا هستخدم T1 علشان روتنج بس من غير السيروس اللي هي الـ Net والـ Load Balancing انا مش لازم يبقى عندي T1 في الـ Edge ده معناه ان انا وانا باختار او انا بـ Set Up الـ Cluster او الـ Edge Cluster انا بقول له انا هستخدمه كـ T1 او كـ T0 لا ما اللي بتحصل ازاي؟ انت بص انت بتكاريت هنا الـ Cluster يعني انت بتعمل Deploy للـ Edge ما بتحددش خالص الـ Edge ده انا هستعمله في ايه؟ يعني لو جينا هنا بتعمله Deploy عادي خالص جميل؟ ولما بتجي تعمل الـ Cluster يعني مثلا اهو احنا عندنا اتنين نود مش متعالة هنا هوا تمام؟ مسلا اقول له Edge Cluster تمام؟ وتحت هنا انا عندي بالفعل اتنين نودة هما هاخدهم الـ جميل؟ وقول له ايه؟ قديني كاريت Edge Cluster جديد هل انا حددت فيه او هو سألني اصلا انت هستعمله في ايه؟ ما اسألش لما باجي بقى بعد كده في الجزء بتاع الـ Networking هاجه هو بتطير Zero Gateway شوف ده اللي هما كاريتينه في اللاب لو انا جيت اقول له كاريت له واحد جديد هاجه هو بتقول له تير Zero تمام؟ لما بتقبل لك ايه؟ ادين الـ Edge Cluster شوفه ما ينفعش بتقول له فيه اول مفتح كده اوه اوه قرار الـ Edge اللي عند الـ Edge Cluster اللي عند فانا بحدد له تمام؟ فبيتحدد من الدينه تمام؟ لما بتستعمل بقى Edge Cluster ضع على التير Zero بيبقى فيه بعض Additional Configuration بتنضف هنا كـ Enter وكده تمام؟ لما دي دي لها ايه؟ تفصيلة بتاعتها بالتفصيل فده خلي بالك اختلاق برضو جوهاري عن الـ N6V في الـ N6V احنا التير Zero ده كان بتسمى Edge Service Gateway تكمل برضو بيعتمد على Edge من الـ 6 Edge كان من اول لحظة بتعمل deploy للـ Edge انت اصلا بتبقى مختار الـ Edge وانت بتعمل كريات للـ Edge Service Gateway اللي يعتبر التير Zero انت بتعمل مع الـ Edge هو من الاول لحظة مش زي هنا انت بتكاريت الـ Edge وبعد كده استعمله زي ما احب فالموضوع ايه؟ هنا فيه لكسابلتي اكتر يعني اه طب حاجة تانية بقى صغيرة كمان بالنسبة لـ Distributed Router يعني انا دلوقتي عندي 2 versions of each of each one يعني T0 و T1 عندي منهم Distributed Version و Service Router Version صح؟ صح؟ عندك يعني لو ايه؟ لو دخلت بالـ Command Line على اي Agent وعملت وعملت Gate Router او شو مش متذكر هيقول له هتلاقيه لك انت عندك SR و VRF بتاع و ايه التفاصيل دي اه بالنسبة بقى للVIP او الVR اللي بوبا موجودة على كل SXI دي بس كده زي لنك بالضبط هو هنا هو هنا عشان انت بس يعني انت هنا لما بتعمل T1 علشان ده الـ Management Interface بتاعك انما configuration بقرد ما انت بتكاريت هنا بتدستريبيوت على كل الـ SXI اللي انت عمل لها بربريشل عندك اه تمام طيب خلونا كده ناخد المواطع يعني هو يعني لما نقول HNUD احنا نقصد هنا الـ Virtual Machine اللي حيستخدمها الـ NSXT وزر بقى حنستخدمها كـ Fire Rule بالضبط بالضبط استخدمها بعدين ده شيء بديعملو بعدين صح كده؟ بالضبط بالضبط لان انت عملك يعني شوف احنا لو رجعنا للـ Presentation تاني اتلاحظوا كده كان فيه نقطة بس انا ما ارضيتش اه اعمل عشان ما انا اخبار شيء في اول سلايدز خالص 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 اهي شوف انا بيلك في الـ NSX Feature شوفوها كنكتب لك في النص ايه NSX Edge NUD كل feature دي هي معتمدة اصلا على NSX Edge NUD اصلا يعني انت اصلا سواء DHCD مثلا NAT Routing Load Balancer Firewall VPN هو معتمد ان انت بيكون عندك NSX Edge NUD بتحددها ليه وقت كده بتشتن تمام فهي اصلا NSX Edge ده اصلا ده يعني شيء مهم جدا لكن هتلاحظ بقى بدون النقطة اللي احنا كنا ايه عايزين اولا دلوقتي ان segment مثلا ما بتحتاجش لـ Edge لان دي يعتبر ندانو كده زي service اللي يعتبر الايه overlay network او segment اللي عندنا او subnet نسميها يعني زي ما نحب يعني بس هنا عايز اوريلكو سريعا بسهولة ان انت تكارية segment عندنا معلش انا اسف شوانس برضو انا اسف يعني اسألك يعني لما بنقول كلمة distributed يعني distributed معناها ان انها حيكلها instant كVM مايا يعني بتقوم بالطور ده على كل ايزيكس و ايهوف عندنا ما هي دي بقى ما هي دي بقى العبقرية بتل NSX وقرناتنا بقى اي ايه combinator 2 لان هو solution اصلا واحد من فيموير او انت بتعمل integration مع الhypervisor بتاع فيموير فبالتالي ايه اللي بيحصل احنا بنقدر انت انا الكلمة دي قلنا ايه بقى لما قلنا انت الconfiguration بتاع روتنجو الفيروول دي اصلا دي اصلا ديستربيوته على ال kernel بتاع ال SXI هي نزلت على ال OS بتاع ال SXI انا مش محتاج ان يكون فيه ايه او ايجنت او التفاصيل اللي هي موجودة عند فندور تاليين يعني بدون ذكر اسامي لا انا مش محتاج ان يكون بقى كل SXI يكون عليه لا يعني كل الليلة اللي عندي دي كلها انا ممكن يكون عندي اتنين اتجي بس حاطتهم على اتجي كلاستر واعمل ال T1 والتيزير والفيروول وخلاص ورق ورق ممكن يعني حتى لو تلاحظوا هنا شو بقى في اللاب هنا يعني مش هتزلوا دخل لان دي هات ديزاين اكتر لو هتلاحظوا ان لو جانا في الجزء اللي هو بتاع البربرation كان ال SXI الاولين والتان هو اللي معمول له NSX configuration والSXI الثلاثة واربعة مش معمول معانا والده اللي عليه الage يعني حتى الage نود ممكن يكون على SXI ثاني مش معمول له اا بربرation فيش اي مشكلة تمام؟ فبالتالي ده يعني ايه توضح لك ان انت مش محتاج يعني حتى لو شفت الكنين SXI اللي معمول لهم البربرation هنا وهو هل في اي virtual machine كلهم ويب وابليكيشن وكذا مفيش حاجة معمولة ان هي يكون concept in ASXI عشان connect على NSX او ياخد منه configuration او ياخد منه distributed configuration ان يكون موجود عليه اي appliance او اي agent موجود لا مفيش كده وده اعتبر من المميزات بتاع ال NSX مقرنة باي من ده طيب خلونا كده لو في اي اسلة خلونا للاخر بس نخلص ايه هوريكم كده سريعا يعني موضوع هنا مثلا كمسال لو انا عايزة شوف الموضوع بكل بساط هيجينا اقول له add segment تمام الاسم التحرك ده على فرض مسلا ده هنقول ده مسلا management مسلا network اي اس جميل شوف هنا بيقولك ايه connected gateway هنا بقى بيقولك ايه ده اللي المفروض اصلا انت قبل ما تعمل segment بتروح تكرت بقى tier one والtier zero حسب بقى اللي احتياج بتاعك فبقى ايجي هنا لما تفتح القائمة دي هو طبعا هنا في اللاب ده ال default بتاعهم كاريت لك بس tier zero router مش كاريت لك tier one فهو هنا المفروض كان يبقى بقى اشوف النم ديت اللي هي tier one انما انت tier zero هو اللي متكرت خلاص تبدأ تيجي تقول له هنا مسلا انا اخليك انك تقدر كتا على tier one تمام الترانسيبورتزون الترانسيبورتزون ديت فكرية ايه دي برضو محتاجة وقت في الشرحة بس عشان وقتكم دي ان انا عايز الhosts اللي عندي اللي هتاخد نفس الconfiguration من ناحة الfirewall من ناحة الrooting من ناحة الswitching فبعمل zone فاوتوماتيك اللي بيحصل دي انا بكون عامل عندي الترانسيبورتزون دي بتبقى موجودة في السيستم بحدد فيها الhosts اللي بتبقى داخلها فبالتالي لما كاريت segment تاعة الترانسيبورتزون فبالتالي اي host داخل الترانسيبورتزون هياخد نفس الاي segment ده عامل كده زي ما بتكون بتكاريت بورتو جروب في standard switch عندك لو عندك standard switch يبقى بالتالي لازم لو عندك خمسة SXI لازم تروح تكاريت نفس البرتو جروب على كل SXI انت شغال standard switch طب لو شغال distributed switch خلاص لو الخمسة host connected على نفس distributed switch هكاريت الconfiguration على distributed switch خلاص هتلاقي نفس البرتو جروب على كل الhost دي نفس الايه نفس الفكرة فلو جينا هنا الترانسيبورتزون اللي مستعملين هكده وهتيجي هنا خلاص نعمل save هنا بس هنحط له الصامت ده اللي هو الgetway بتاعت الايه الصامت الصامت بتاعتنا دي على فرض انه مسلا 192 يعني هو دلوقتي ده الgetway بتاعنا طب هيبقى هو automatic على طول هيكون نكت على الروتر ده ويكاريت في انترفيس الgetway او الgetway بتاعي بقى كام او هنقول له مثلا 190 100 68 100 100 1 على 24 تمام؟ وننزل تحت كده نعمل save بيقول لك هل في اي configuration تانا عايز تعملها شوف ادي كده كاريتنا segment تهيت في ثانية وهتبقى ده الصامت بتاعها وهو ده يعتبر الgetway وتكلي بالك بقى اللي حصل automatic على طول carry it interface على الايه على tier 1 اللي موجود لو كان tier 1 automatic برضو هتكاريت عليه يعني حتى لو دخلنا على الage بقى اللي بيخدمهم tier zero ده وعملت بقى شروطه الكلام ده هتلاقي فيه الصامت ده ready اتكاريت المفروض دلوقتي السيجمانت دي هي اللي بيحصل هي ما هي اللي عبارة عن بورتو جروب على الفي سنتر يعني احنا لو رحنا على الفي سنتر عندنا وجينا في الجزء بتاع networking ودخلنا هنا فين ال هنا اهي management network automatic على طول ليه لان اي سيجمانت هي اصلا عبارة عن ايه عن virtual machine بورتو جروب عادية خالص موجودة لكن هتلاحظ بقى خلي بالك الفارق بين هي ايه ان دي موجودة على nvds او n6 distributed switch فهتلاحظ ان ال بورتو جروب انا انا هعرف ان ال بورتو جروب ده مكاريت على vds عادي او nvds انه بتلاقي مكتوب عليه خلينا كده نعمل زوم جبر بس resolution شوية يعني لو اعطقت كده واضحة شوف ايه هتلاقي في حرف n دي مسلا vlan عادية مش هتلاقي على حرف n على حرف n بقت دي سيجمانت مكاريتة من دي برضو اللي هي الايه الابليكيشن الاس اللي هو logical switch يعني احنا لو جينا هنا في عندنا هوات وويب والماتج متلاقي ريتا دي كلها ايه هتلاقيها موجودة هنا وعليها حرف الان الان فبالتالي انت هتقدر تعمل على طول هل البورت بروب ده متكاريت من على vds direct يعني vlan عادية او هو segment من ال n6 بتلاقيه مكتوب على حرف n صغير فتلاقي الموضوع بكل بساطة مش محتاجين بقى ان نكلم التين بتاع النتورك ويكاريتولنا نتورك على الكور سويتش او ال data center router ويكاريتلينا انترفيس لا هو الموضوع ايه اتكاريت بسهول طيب لو انا عايزة اعمل مسلا tier one router هيجي برضو هوا tier one اه نسميه مسلا T1 test مسلا تمام طيب هنا بقى لان احنا لو نرجح كده للرسمة بتاعتنا هنزوريك اوصح حاجة هنا مثلا كان لما كنا بنقول tier zero tier one لازم يكونكت على T0 تمام علشان كده لو رجعنا بقى لل configuration بتاع T1 هتلاقي بيقولك ايه linked tier zero وده خلي بالك من الاختلافات برضو زي ما احنا قلنا من شوية ما بين النسكس T ان في النسكس V كنت تقدر اللي هو T1 كان يكونكت على physical direct تمام لكن هنا في النسكس T لا T1 لازم يكونكت على T0 عشان كده انت لازم تكون قريدة عامل T1 وبعد كده تعمل T0 وبعد كده تعمل T0 وبعد كده تعمل T0 فبالتالي لازم ايجي هنا اقول له ايكونكت على T شوفينا بقى بيقولك ال H cluster انت لو حدد له H cluster هياخد مفيش مشكلة لكن لو هو يشتغل T1 فقط انت مش محتاج يكونكت على H cluster تمام يعني ما تهضرش الايه ال H node اللي عندك لو انا عملت له كده save تمام انا للعلم كده انا كريدت الراوتر خد منه وقت اديه ما خدش منه مثلا خمس سوالي جميل لكن هو مازال فيه بس يعني اتنين configuration او او كده بتعمل له اللي هو الجزء بتاع اللي هو ال Root advertisement علشان يعمل كل segment اللي خلات الكريدت عليك يتعمل له يعني على Root advertisement على لو احنا روحنا بقى مثلا لل segment بتاعتنا طب انا دلوقتي لو عندي مثلا segment already موجودة لو عايزة غيرها بدلا ما بتكونكت على T0 اكونكت T1 عادي نعمل لها edit في الحالة دي المفروض لو كنا نعمل اهو هذا اللي هو T1 test او لو عملت segment جديدة خليها تتكاريت يعني خلونا كده نكاريت segment جديدة تكونكت على T1 الجديد تمام؟ دي مسلا هنقول DMZ مثلا قبل عندما تتكاريت 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 اه شكرا مصريين بقى كل اللي موجود فكل عارف الكده اوكي بس في تونس ما نعرفوش كده 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 لا لا اسمع فيديوهات بس بتاعتنا شوية وهتلاقي الشباب اعرفوه اوكي ما يفيرش والماشين يعني علشان بس لو دخلت في الفيسفير ما تستوربش وعاوز كارس يشوف له مسلسل مصري يتنحى لهموه اوه يعني عصام هو انا عارف عصام عصام حبيبنا يعني حضر مان حبيب كثير من العراق فبقى فيه يعني عصام بقى تتكلم مصري زي باشماند سبراهيم يعني عصام انت منورنا في اي مكان يعني لا نعرف افلام ومسلسلات مصرية بس مسلسلات ما يقولوش كده كاريت في المسلسل اوكي دا ايديا مصري اوكي طيب فهنا مسلا لو ال dmz application دا تكون اكتبت على ال t1 الوقت test اللي احنا مساملو t1 test وكتب جانب تير 1 والtransport zone برضو هتبقى يعني ال segment دا هتتوازع على انهي اس ايكس اي طيب نيجي هنا برضو بتاعها على فرض اللي دي مسلا تبقى تصمت بتاعت عشرة ضت عشرة ضت مسلا مية وخمسين ضت واحد على اربعة وعشرين هم ونيجي هنا نقول له مفيش هيكون فجراش عايزين نعمل طيب لو انت رحنا على ال v center نفس الموضوع برضو هتلاهيات dmz application لو انا عند اي virtual machine هنا انا عايزة خليها تكون نكتة عليها شوف الموضوع بكل بساطة اذا virtual machine دي لو انا عملت كده عليها edit setting المفروض هتشوف كل ال port group اللي عندنا سواء standard switch سواء distribute switch سواء nvds كله موجود معنا لو جينا كده وعملنا browse شوف اه كل واتلاقي التفاصيل طبعا شوف ده n6 port group بيبقى مكتوب قدامه التفاصيل فدي مسلا قوله على ال dmz طيب شوف دي اضغارت لو انا رجعت لل listة بتاع المفروض لو احنا جينا على اليمين في الاخر كده بتلاقي ده عدد ال port اللي هي عدد ال vmz اللي connectت عليها في خلال سواء هتلاقي قولك مثلا او بقى ده اصبح واحد ايه بتاخد بس ايه سواء اهي خلاص شوف بقى واحد ده الوقت فيه virtual machine connect عليها ده مثلا ال port group ده فيه virtual machine ده علي واحد كده تمام؟ طبعا انت عندك فيه حاجة هنا صريقة زريفة لو انت جيت عملت في network knowledge هنا تمام؟ هتلاقي بيعملك كده رسمة بقى من تحت virtual machine بتconnect على انهي segment على ان tier zero او طلع على t1 على طول كل الايه التفاصيل دي يعني لو كبرناها كده تمام؟ شوف يعني مسلا لايه الايه management network تمام؟ دي اللي عملنا ده ما فيش اي virtual machine بتconnect عليه ده مسلا ال application ده في ال lab اصلا ودي لو طلعنا تلاقي فوق اصلا هي بتconnect داركت على t0 router طيب لما مسلا t1 راوتر اللي موجود اه دي اللي هي موجود على وعلى virtual machine دي لو انت وقفت عليه هاجبلك اسم الايه virtual machine وهي هي يقول لك ال dmz ده بتconnect بمستعمله 10 10 151 اللي هو ال interface اللي بتاعها يعني ده اللي هو اعتبر بتاع اي virtual machine هتconnect على segment دي هنا بقى هتلاحظهم في حاجة وده برضه من الحاجات الممتازة في ال n6 t ككونسبت في physical network لو انت عندك مثلا راوتر بيكوننكت على راوتر فعشان يكون كومنكتو على بعض انت بتوصل كابل بينهم فبيبقى فيه i-b هنا و i-b هنا اوتوماتيك على طول اول ما بتوصل ال t1 بال t0 فيه سابنت محجوز للموضوع ده 10.64.x او في الغالي بتلاح 10.64.64 على 31 ديما هتديك ايباد بشكل ده استحالها تكرر فتلاقي شغلة كنا لازم تكاريت كده واتحط اي بي هنا و اي بي هنا كان الموضوع معقد شوي لا مجرد ما بتكاريت t1 ويكوننكت على t0 اوتوماتيك على طول فيه سابنت محجوز لوه 164 وبتلاقي كام على 31 اللهم محتاج 2 i-b بس فده برضو ايه لانك عشان لو حد دخل على ال-age هنا وعمل شغلة i-b والكلام ده يلاقي فيه السابنت ده موجود طب ده جيم 2 لا ده ثابت موجود عندك على طول لو يبدأ بكام 10 164 فهنا دي بتوضح لك كده لو انت حابت تشوف اي virtual machine عندك بتكوننكت على n6 segment طب ايه ال-age way بتاعها واصلة فيه انت لايه فيه الشكل ده طيب عندي سؤال سريع طب اهو بس انا هاخد بقى السيلة بتاعتكوا طبعا فيه يعني ال-age way محتاج محضرات كتير عشان بس ما اقولش عليكم زيادة عن كده انا بس حبيت كده ندي فكرة سريع عن ال-concept وقم بقى السيجمانت الفيروول او ال-0 وال-1 طبعا السيكورتينة في الفيروول بتتكارية فيروول عادي خالص يعني source or destination او deny و ال-port وكده لكن ده ممكن نبقى نشرحه بعدينه عشان نشوف الاسئلة بتاعتك عندي سؤال سريع بيش نلخص وتقول لي في النهاية إذا اللي فهمتوا صح هو إلا لا الـ T0 و T1 H1 عندهم الـ SR والـ DR By default كان نحكيه just about routing الـ T1 مصنوع في الـ OSXI والـ T0 مصنوع في الـ Edge وإذا بنحبوا نحكيه services DHCP وإلا Firewalling على حسب السيرفيسيز الـ T1 يكون موجود في الـ Edge الـ T0 دائما في الـ Edge ولكن T1 على حسب السيرفيسيز ينجم يكون في الـ ESXI وإلا ينجم يكون في الـ Edge صح؟ مصبوب وفي الآخر عندي إضافة للأخوة أنت في السلايد حكيت على الـ Public Cloud والـ NSX-T ويكن يوزت في الـ Public Cloud ميبي واحد من الإخوة ينجم يقول كيفاش في الـ GCP وإلا في الـ AWS نجم نستعمل الـ NSX-T عندي إضافة جوز مش نقول اللي جوجل ومايكروسوفت وامازون قاموا بصناعة product كما مثلا في GCP اسمه GcVE وكما في Microsoft اسمه AVS هو الـ Product إنك تجم يكون عندك VMware product في GCP شو معناها؟ معناها تجم تكون أنت تحتاج لـ DR ديار سولوشن لذلك تجم تأخو VCF ولا V-Sphere والـ Solution دي تكون مصنوعة في GCP لا أعرف كان واضح الـ Action بتاعي ولا؟ فهمت عليه ولا؟ أنا بحاول أفهم يعني بس إجمال أنت بتكلم على use case منهم بس مش بالضرورة نبقى بالشكل ده سوف تتكلم على الإنجليز إذا أردتك لا 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 هي مصنوعة مصنوعة بس ده use case من الـ NSX على الـ Cloud بس مش هو لازم يبقى بالشكل ده أنا أرافاهم أنت بتتكلم فيه صلح لي كان أنا غالط لا بس عشاني خلينا ممكن للماء نتكلم فيها ايه بس عشان وقت شابه لاني كده احنا بنتكلم مثلا في جزء اللي هو الـ VMware on AWS و VMware on Google Cloud وغير دولار اللي حبيت تقولوا إلي من الجموش نستعملوا NSX T في الـ Public Cloud سريع بشانس براهين بسؤال سريع هو بخصوص اللاب بتاع الـ NSX هل ده بايد ولا لا لا في 100% انت تلاقي على يوتيوب التشانل عندي انا شارح فكرة الهندزون لاب وكده الموضوع 100% يعني يا فاتح اولا هتلاقي حتى عمل اكاونت على جميل عادي خالص اي اكاونت ادخل اشتغل براحتك في مشكلة في فيديو هتلاقي على اليوتيوب نعمله بيوضح لك الفكرة بتاعتكم بشيش بشنا يا بشباندست تعمل الكورس لي يا بشباندست نخلص الفيسفير بس لان هي موجودة بس نخلص الفيسفير لان الفيسفير يعني بيبقى عايز في بعض التفاصيل في الفيسفير يعني انت بفهم بعض الحاجات في الفيسفير فنخلص الفيسفير وندخل في الانسكتش ان شاء الله ربنا ادينا طلط لهم بكده والجميع يستفدوا ان شاء الله انا عندي برضو سؤال سؤالين الاولاني هو الكونيكشن بقى انت كنت تكلم دلوقتي على الكونيكشن ما بين اول ما الكونيكشن دي اول ما بيوصلوا اللينك هو بقى الروتس بينهم بتحصل اوتوماتيك ولا برضو دي احنا بنعملها ما بين تي وان والتي زيرو ده اوتوماتيك تعمل تمام؟ يعني انت بس احنا بالفعل هو ده اللي حصل دلوقتي يعني شوف احنا لو جينا في هنا انا كل اللي انا عملته قدامكم ايه انا كاريت تي وان اللي احنا مسامله تيست ده وخليت اللينك تير زيرو بتاعه اللي هو تير زيرو اللي موجود في اللاه تمام؟ شوف او اوتوماتيك على طول ايه اللي حصل هو ام كاريت اللينك ده نتظهر كده شوية. مكاريت وشغال في الصمت ده. انا قصة الطاولة دي عشان ايه تبقى واضح. هو ده بيتكاريت على كون. انت بقى ايه اللي بيتعمل? علشان هو بتعمل اه ادورتايزمنت وريدستريبيوت للروتنج اللي موجود هنا. عشان يظهر فيه التير زيرو والتير زيرو ويطلعوه للفسك. ان شاء الله لما نشرح القصة ده بالتفصيل هتبقى ايه واضحة اكتر. انما كانين. وده استاتيك. مبين ده وده واصلين لبعض يديركت على كون. وفيش بدون اي تدخل منها. يعني بهاين ده سين كده ده استاتيك. ده بيحصل استاتيك. يعني اه على طول بيروح. هو يعني مش يعني مالوش يعني ما ينفعش نقول تقسيمة معالية بس مش هي استاتيك. لانو ده كده كده موصل لينك ديريكت. بكتب هنا. او. لو افترقت ان ده مثلا فيزيكا راوتر وده فيزيكا راوتر وعاست تعمل لكم. اكده وصلت كابلة هنا وهنا وحطت ضفت الاي بي ده هنا وهنا خلاص وم ووصل لبعض. حتى بتلاقي معمولة صدبت كام على واحد وتلاتين. واحد وتلاتين بزرط. عشاني بهم اتقايب بس اللي احنا نحفظ بهم. اه طب الحاجة التانية. اه طب. اه الحاجة التانية. اه اه اه. بنسبة اللوت بلانسر دي حاجة ما قلنهاش النهاردة بس اه. اني كنت اه كنت اه كنت اه كنت كان من فترة كده حد كان بيتكلم عليها و انا مش فاهمها. اللوت بلانسر اه بش مهندس اه دلوقتي في حد كان بيتكلم ان احنا عندنا طبعا البرش والسيرفر كونكتد ببول. والبول دي ممكن يكون فيه كونكشن ش شغالة وقعت. اه كونكشن شغالة على واحد من من البول سيرفرز وقعت. البرش والبول ممكن الكلام بيقول اه فالكام الكلام بيقول ان فيه فيتشر لما السيرفر دي تركوفر من الفيلير لأ الكنكشن بتروح لها تاني. هل ده موجود وايه الفيتشر دي? لا بص هو حسب حسب انت اصلا الميمبرز الموجودين اصلا تعملهم اكتف 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 استاند باي واحد لي بيروشتل كزا. بص هو اجمالا لنقطة بتاعت النوت بلانسر في الاني سيكس او يعني عندي فيم وير عشين نقطة دي يعني اه اه فاشوية التفصيل. الاني سيكس وفيه لوت بلانسر لكن نقدر نقول بيزيك لوت بلانسر يعني الفيتشر الرئاسية بتاع ايه لوت بلانسر في العالم. لكن لو انت عايز الادفانسد لوت بلانسر و فيم وير عملت اكوزيشن اشترت شركة اسمها افي نتورك او افي اي نتورك من حوالي ثلاث سنين. وعملت وده ما جيته خلاص معه. هتلاقي لو انت دورت كده. على انت انت هتلاقي فيه لولك ايه اه ا 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 ده اللي هو واعتبر الافي نتورك تمام? ده اللي فيه بقى يعتبر الفيتشر بتاعة اله اللųت بلانسر اللي ما اخوان على��ه بقى اللي هو اللوت بلانسر والا الجتيم والحاجات دي. تمام? انما اللووت بلانسر اللي هو في الاني سيكس يعني من غير ما تدفع اي تكاليف زيادة لان الوعيس انزل واحده خالص. ده يعتبر اللو هو عادي. عندك مجموعة من عايز يبقى لهم خلاص انا هقوم لك بالوظيفة دي. لكن بقى الحاجات اللي هي global DNS والحاجات دي هتلا. لازم تجيب اللي هو الايدفانس دي اه. بالنسبة للكلاستر يا بشبانس. لو انا مسلا عندي الكلاستر مسلا في المانجر. ممكن احط مسلا اتنين مسلا في المين واحدة في الديور. ولا لازم ان يكونوا كلهم في. هو بس. انت عايز اتنين في المينو بص هي اجمال هو الفكرة هتبقى في انت. في الديبليومنت لو عايز تحطوه في المينو الديور لازم يكون انت في الحالة دي عندك الكلاستر ستريتشد. اللي بنو عليها ستريتشد كلاستر. يعني عمليا الهيد اوفيس والديور عندك هو بيخدمهم في سنتر واحد موجود في لوكيشن واحد. وعمل فيه كلاستر اللي هي بشكل بقى فيزيكال. مثلا اتنين 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 في الديور. لازم تبقى عمل انما لو اتنين منفصلين لا مش هينفع تعمل اصلا الكلام ده. لان لما بتيجي تعمل هو لازم ينزله على نفس ايه الفيس انتر. ما ينفعش تقسمهم على اتنين الفيس انتر. تعمل في الحالة دي هبدأ اشغل بقى بيجي بي وكلام زيكات عشان هزبط الراوتين. انت في تناسة الايبي بتاع الانستيكس منهج متجر هو بيكونكتا علي فيلان عادي. لازم تكون عامل بقى الفيزيكال نتورك مزبطة في الاول estan. اللهم لو اتنين في سنتر مختلفين في الحالة دي هيبقوا اتنين انيس ايكس منهجر. لو اتنين في سنتر. لو اتنين في سنتر في الحالة دي هيبقى كل في سنتر انت يعني يا ابقى عندك اه ا dense سيناريو. يعني ما تعمل لكل بتاعه. او تعمل واحد وتضيف فيه الاتنين لكن هتعمل تلاتة في في سنتر واحد. تمام. تمام. وفي الحالة دي بقى المانودي اقول لما يجيه يحب كلاما بادي. كلاما بادي عن طريق تير زيرو. لو انت عندك بقى ما انت بص انت لو عندك بقى عايز تستفيد من ان اللي عندك تبقى مسلا موجودة بين الاتنين. تمام? فلازم يبقى تستعمل الاني سيكس ايه في دريشن سيربس. اني سيكس مانجر هنا واني سيكس مانجر هنا ونوكال وبعد كده تعمل بجلوبال يربط الاتنين ببعض. تمام. تمام. ده ده يعني. اه بالزبط. تمام. طيب في اي اسئلة تانية يا شباب? هو كان في حد بعت على الشات اه. انا مش لقي السؤال بس اه. هندسها بس سؤال بس امت هستخدم اكتف 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 بس اه. حسب السيرفيس اللي انت هتعمل او ستيتلوس. يعني حاجة زي مينفعش تعمل اكتف اكتف. تمام? في الاتجي هندس انا بكلم في الاتجي. ما انا عارف او ما انا بقوله. ما انت لاتجي كلاست. تمام? فلما تيجي تعمله هتشغله اكتف اكتف ولا اكتف استاند باي. اه في اللوت بلانسر لازم اكتف استاند باي. ليه كنسبت يعني حسب السيرفيس ما ينفعش يشتغل والاتنين نود اه اكتف اكتف. لاني لو اكتف اكتف الترافق ممكن يروح على نود الاولانية ويرجع على التاني. فيحصل للدروب. اصلا حاجة في الفيزيكال نتورك يعني مش مش لميتاشا من ناحة الانسر. هو اجمالا على فكرة يعني حتى فكرة الاكتف استاند باي. التمقرصة بتخلي بينهم مثلا متاع خمس ثواني. هو تريبا كان مش متزاكد دلوقتي كام بينهم. هو تريبا خمستاشر ثانية كان قبل كده. تقدر تقليله خالص. اللي هو من الاخر يعني لو نود الاولانية حصل فيها مشكلة خلال خمس ثواني ولا تلاي ثلاثة تانية بيت اكتف. اللي هو ما حدش يلحق اصلا يحس ان فيه الاجي حصل فيه مشكلة. المايكرو سيجمينتيشن احمد دي اللي هو اعتبر وان هي فكرة ان الفيروول بيبقى على كل الاسيكس اي. وبيبقى شغال على مستوى بتاع الفيرشوال ماشين في حد ذاته. مش بقى على مستوى الفيرشوال ماشين كلها او على الدفايس كله لا. بيبقى على مستوى الفيرشوال منك للفي ام. ده يسأل بس احمد بقى على الشيط. وقادي كنت شبيه شوية الاسي اي في ساتكم. بس الموضوع مختلف شوية انا. اه كل الفيندور دلوقتي بقى عندهم فكرة اه. بس اياه فيموير هي اللي يعتبر كانت اسبابه في الموضوع او اللي خد فيموير اني يعتبر لايبر فيزور بتاعها فده بيخدمها بصراحة. بزبط او. اه طب اه بش مهندس او اس بي اف الفيتشور الجديدة اللي هو تي زيرو بي سوفورت الاو اس بي اف. انا مش قادر افهم يعني ايه الانهانسمنت في كده مع كده كده اصلا البي جي بي هو الحاجة اللي كان اللي كل الناس او معظم السيناريوز محتاجينه. ليه بقى الاو اس بي اف انهانسمنت. شوف انا اقولك الحاجة. في موضوع البي جي بي والاو اس بي فيه والكلام ده او استاتيك يعني احنا لما بنيجي نعمل في ال اه تي زيرو هنا عشان يحبط بالفيزيكال انت بيتحدد الروتنك اللي انت هتستعمله اي يعني لو بينا هنا في الروتنك اهو هتلاقي فيه بي جي بي و او اس بي وفيه الاستاتيك هنستعمل انا واحد طبعا هو للعلم يا شباب يعني عشان اللي مش بتاعها النقطة دي اه في الانس اكستي هو كان بيصبرت بس البي جي بي والا والا والاستاتيك والاو اس بي ف تقريبا نازل بداية من سري بوينت وان بوينت تو تقريبا يعني حاجة قريبة يعني المهم اه فكان الاستعمال دايما البي جي بي اجمالا حدا هيقول طب استعمل استاتيك استعمل بي جي بي استعمله باو اس بي ف بشوف انا دايما يعني دي وجهة نظر في الموضوع دي ان ده انت هتربطه بفيزيكال راوتر والفيزيكال راوتر ده ممكن يكون بيصبرت بي جي بي او اس بي ف او استاتيك دايما ادي الحرية اللي اختيار في الموضوع ده او القرار النهائي للتين بتاع الفيزيكال نتورك ليه احنا بالنسبة لنا سواء استعملنا بي جي بي او اس بي ف او استاتيك مفيش افضل اي اوي يعني مفيش حاجة ايه او لنستعمل كذا او كده طيب او لان كبي جي بي او اس بيف كديناميك بروتكول هم هم انا فيش اي اضافة او اي صعوبة لكن البي جي بي اصل معمول للنتورك الكبيرة جدا حاجات الديناميك الكبيرة اول اللي هو من الاخر للعلم هو معقد جدا بالنسبة للفيزيكال نتورك جميل فالافضل او الاسهل يعني كبعد كده كتربل شوتنج ده من المناقشة مع ناس خصصة في النتورك اكتر يعني ايه لان انا شخصيا انا عمرا ما اشتغلت نتورك ولا درست خالص اي حاجة تخص نعم حتى السيسي ميدي انا ما ادرستيك فاجمالا عشان تدخل في التفاصيل انهي بقى الافضل الاس بيف او البي جي بي البي جي بي ده علمي الواحدة من مناقشات مع ناس ده معقد جدا لانه هو معمول للحاجات الكبيرة بيديك فيتشر افضل في ديك سنتر الكبيرة جدا. طيب خلينا ممكن اتكلم بالحادث دي عشان انا تخصصي اصلا البي جي بي لو كان عندك مصلا لو انت بروفايدر او حاجة زي كده. مزموح. احسانك استخدم البي جي بي. صح. وفي الحالة دي انت هتستفاد بحادث ان انت تتحكم الترافك اكتر. ان في ميكانيز مختلفة في البي جي بي. لو انت انتر برويس اي يوزر استخدم الو اس بيف وهو ده اخافي بالنسبة من الراوترز وكام زي كده. صح. مخصصا البي جي بي بعض الراوترز بتكون عليها لايسنس معنا. بالزبط مزبوط. ما ده بالزبط ده ده الكلام اللي انا لما اتنقشت معناس في الموضوع ده اللي هي متخصصة في النيوتر هو اعتبر نفس الكنده. فاجمالا احنا بالنسبة لنا في الانس اكس يعني انا منتعامل في الموضوع ده. هل كان في افضلية ان انا استعمل او اس بيف او 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 اس بيف او بي جي بي ما ما شفتش بصراحة يعني اي فرق بالنسبة لنا. تمام? انا اممكن كان اول او اس بيف يتعمل في مش عايز نقول في الميدي الاسن ممكن اكتر من الميزك وان احنا اللي عاملينه. تمام? يعني كان قادرا كده كان في مجرد ما هو نازل يعني. كنا مجربين. ما فيش اي اختلاف بالنسبة لنا. ولا في اي افضلية في اي شيء. تمام? اجمالا ده كده ولا كده انا دايما بسيب القرار في الموضوع ده الجماعة بتوعي الايه? اللي عندهم ال 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 يا جماعة لديكم. انتو عايزين تشتغلب عن البروتكول. خلاص عايزين اشتغلب ده او ده او ستاتيك حتي بفيش ايه مشكلة. فاجمالا يعني ايه يسيب دايما اللي مطلق الحرية اللي الي ايه? ال 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 التورك هو مانا لقتله او او بنش shovelنا كده هروح او 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 ديبلوئيما كبيرا ولا اعني انا عندي جوا في الانبارمين. تمام. في اي اسئلة انا شباب? الحاسن بعد سؤال. يعتبر زيرو ترصت ومبنى على الميكو سيجمينتي. هذا التطور للميكو يعني ككون سبتوزار بعض الميكو سيجمينتيش. في اي اسئلة تانية يا شباب? موضوع جميل ومشايك بصراحة. بس مش عايزين نتابع حاضر انا مش عايزة تابع حاضر كتر من كده. لا لا هو الموضوع فيه تفاصيل كتير لكن يعني ايه انا مش حابب يعني اتعمك في الموضوع اكتر لان كل موضوع يعني بحاول اديك الف بي من كل موضوع لان هو الموضوع محتاج وقت كتير جدا يعني. عشان ناخد كل التفاصيل دي بشكل عامل ونستوعب الموضوع. فاتصور لل؛ يعني اخد الموضوع بشكل عكس ان الموضوع معقد جدا لا هو موضوع الانسكس Wochen 6 مش معقد. هو موضوع بسيط لكن هو بس يعني احتاج تطبيق AGAنا كتير عشان نستوعب الموضوع زي ما قلت لكم لرب theres donc compels, sending Eller하신, توصل للتفاصيل إن شاء الله أتصور اللي حبي يتحمق يمكن يعمل دولود للPDF Document Referential Architecture NSX الحد ما مساءه برضو ها بص هو إجمالا هي المشكلة في NSX يعني اعتبر ما فيش أي documentation ولا فيه أي فيديوهات يعني حاجة تساعدك أو في الموضوع ده يعني وكلها اعتبر اجتهدات يعني بتحول ما فيش حاجة كافية 100% لكن لما تجمع كل التفاصيل اللي موجودة مثلا على social media موجودة على الانترنت موجود في الـ Documentation بتاع فيموير هتوصل لدرجة مهتزة جدا في الـ NSX إن شاء الله يا بش مهندس محتاجة خبرة أكبر من مجرد documentation عايز يكون كيس قدامه أو حاجة شغال فيها كبير حجم كبير ومشي فيها خطوة خطوة عشان يقدر يستخدم NSX او أي سلوشن في الدنيا محتاج كده لكن هي الفكرة أنت مش ما بيكونش مدح دائماً أن أنت عندك يعني Real Environment أنت تشتغل هي الناس هي الناس مستغربة الموضوع دلوقتي بس أنت لو في شغال في شركة حجمها كبير هتقدر تستفيده هتقدر تستحيبه أسرع من أي حد تاني يعني هتكون الأفكار قدامك وأنا فعلاً مقابلني مشكلة في الحتة دي مشكلة هنا مشكلة هنا لما بتلاقي الحل في الـ NSX هتقدر تفهمه أسرع من أي حد تاني كان ما عندكش الـ Opportunity اللي أنت تشتغل في شركة كبيرة وعندها NSX تشجم تعمل تستطيع أن تقوم بـ Home Lab في بيتك وتعمل Install وتعمل Virtual Company كلامك مزبوط بس عشان أنا عقلية تقدر توصل للكاس اللي هستخدم فيها الـ NSX محتاج أكون أنا لا يا بص بص يا وليت بس خلي بالك خلي بالك النقطة هو أنت دايماً يعني لو انتظرناً إحنا نشتغل في مكان ونستفاد من الخبرة اللي فيه مش هتعرف تدخل أي مكان أنا مش بقول إن إحنا ننتظر يا بش مهندس أنا بقول الناس دلوقتي شاف الأمر صعب مش هتحس بسهولة الموضوع غير لما تفكيرك يبدأ أكبر أكبر اللي مش مجرد إن أنا ESX سيرفر وأحط عليه في إماية لا خلي تفكيرك أكبر من كده عندك الاثنين لوكيشن تلاتة لوكيشن عايز تعملهم مانيج ده سهل جداً أعمله علاب ممكن تلات أجهزة كل جهازة حطة عليه بي سنتر وأجمعهم كلاب صغير في البيت أنفس الناس مش قادرة تستوعب إمكانيات NSX قد إيه عشان لسه ما تحطوش في الموقف اللي يحتاجوا فيها إمكانياتهم أنا موافقك 100% لكن الليفل اللي تحكي فيه أنت هو الـ Expert Level كان أنت تشتغل في شركة وعنده NSX بشتتعلم بشتتعلم كثير من الـ User's Case لكن أنت كان أنت ما تعرفش الـ Product وبشترتكز كان عن نظري مش حسن لك أنت So الـ Medium ولا الوسط الوسط هو أنك يكون عندك Home Lab وتعمل تاست وتعمل Many User's Cases Maybe وتكسر وتصلح يكون أحسن من يكون نظري ما اللي تقول فيه إنتي وفقك عليه هو Expert Level طيب خلونا بس نشوف فيه سؤال حدي من الشباب طبعا والشباب اللي بعتوا من الإميلاد بتاعتهم عشين الـ Presentation الفكرة ممكن ما أقدرش أخذ الإميلاد كلها أنا أحاول بكرة إن شاء الله أحط اللينك بتاح على على فيسبوك أو على الموقع بتاعي لو تقدروا بس بتطلوا عليه إن شاء الله بس من مصطفى بعته إن أنا أعمل إنتيجريشن مع Firewall ده أشهر يوس كيس عند فيبوير في الـ N6 من قام الـ N6 في أنت تقدر تعمل إنتيجريشن مع بولو ألتو مع FortGate مع غالبية وده بيمكنك إن أنت بدل ما تكرت الـ Firewall مرتين زي ما قلنا مثلا من ناحية الـ N6 Edge Gateway وتروح على Physical Firewall لأ مش بولو ألتو لأيكون عندك بندرام فخاذي بس تقدر تعمل إيه الـ إنتيجريشن يعني Sophos مش عارف ما أنا شفتها بولو ألتو FortGate وما دول أنا متأكد الـ إنتيجريشن بتاعهم ده المشهور يعني شنو شنو الغاية من الإنتيجريشن يعني شوف حاليا يكاد يكون ما عادتش لها value كبير قوي هي كانت زمان ما كانت فيموير أو في بيشتغل لأي 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 ما كانتش يقدر يوصل لأي 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 فكان إيه فيموير عاملة ديل كويس جدا حتى كان مع بولو قالتو إن إيه إن نعمل إنتيجريشن مع بعض لأي علشان ما كنت تاخد كده كامل متكامل لكن حاليا لما وصلت اللي يرسف الخلاص يعني الموضوع ده ما عادش إيه عادش تبقى مشهوق كتير يعني زي ما حد مش بقى بحيات تقول يعني التموك يكون عندك بولو قالتو لك عاشي تروح تجيب بانوراما غالية جدا بتلاقي الموضوع مكلف جدا فكا استفادة ما كانتش إيه حسب المكان يعني إنما دلوقت أعتبر أعتقد مع الوقت هيقل جدا بتلاقي التموك طيب باش مهندس بالنسبة للرouting المتاح بين التير زيرا وال البر اللي حيكون مقابلة من الفيزيكا شنو نوع البروتوكول السبورت يعني موضوع موضوع نحن كنا منتكلم في من شوية بج بي و أس بأف مستثق دول حاليا السبورت طيب بالنسبة للأمتي يعني المتاح عدي من 1600 إلى 900 يعني هو شنو يعني 9000 9000 مع الـ 9000 لغاية 9000 لأن الحجم في أو جينيف برودوكول ومن آمل وكده فده بتحتاج أن الحجم يكون كبير لأن الـ 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 1500 فالأفضل أن أنت منموم ترفع 1600 تكون 9000 اللي بيستعمل الفيديو إن شاء الله هنرفع لليوتيوب إن شاء الله بس دول وقت ينقف في التسجيل ونبي طيب مش مون نسو نفع لليوتيوب إن شاء الله يدعم يدعم المولتي كاست يعني بالنسبة لل مولتي كاست أو الـ مولتي يكدر يتكلم معه يعني أصدق في MBLS من ناحيتين يعني ممكن إنه يعمل ممكن بتاعك وكل نقطة MBLS يعني أنا شفتها لا أنا متوقع إن هو جوة كل بتاعته هيشغل VXLAN بس وهيشغل سواء OSBF أو أي حاجة تانية عشان يأو معيها VXLAN و BGP لكن MBLS توقع بكون على الجهة في بيقول ودي نادر جدا لما تلاقي حد يربط بها MBLS direct بس عند الـ cloud provider ممكن يستعملوها يعني كده لكده لكده موجودة بس نادر نادر والVXLAN هي بس ليح خلوها تسعة تلاف عشان انهيدر الإضافات ووسع على حجم البكت أصلا بكبير يعني متقسم أكتر من VLAN عندي سؤال على الفيديو قلت بش حطها في اليوتيوب In which channel لعم عملت سيرش على الاسم بتاع هات لأ بص سيرش بس على اسم تاعك أوكي بص الصائد بتاع it source dot info أنا بعت تلك على بارك الله فيك رب يجزيك خير بارك الله فيك رب ناكذب كل خير ماشا شباب شكرا 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 لأ ناكذب سيشن تانية ونجاو الموضوع ده لو حد عنده أي استفسار أو أي شيء يبعط على أي حاجة التواصل تقدر توصلولي يعني فأي أسأل في أي وقت إن شاء الله نجاوب عليك شكرا 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 شكرا